براميدي اختتم الدوري بفوز معنوي مهم على الأخير اشتركوا في القناة الاهلي وفاز بسلاثية مستحقة في ختام مبارياته في الدوري فوز معنوي مهم البراميز يدخل به الموسم القادم بحافز اكبر لحظد اول بطولة للفريق في تاريخه هزيمة لا تؤثر في الاهلي باي شيء سوى خسارة رقم شرفي وهو انهاء الدوري دون اي هزيمة ببروك للبراميز فوز مستحق وتكليل لشغل فني كبير من باتشيكو الموسم ده يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم ببراميز عمل مباراة كبيرة كبيرة جدا امام النادي الاهلي وفاز بسلاثية نظيفة في ختام مبارياته بالدوري المصري الممتاز هي مباراة مؤجلة من الجولة التمانية وعشرين تعالوا نشوف الاهداف وبعد كده نتكلم على المباراة تفصيلا وما حدث وما وصل اليه ببراميز حتى الان ولماذا خسر النادي الاهلي بسلاثية دون رد هدف اول سجله محمد عبد المنعم في مرمى في الديئة تسعة وثلاثين تتح به نتيجة المباراة لصالح ببراميز وصلت حتافات من جماهير النادي الاهلي بعد كده فاخي اللقاي سجل الهدف الثاني ببونطورة جدا وخطأ من ياسر ابراهيم وبعدها من الشناوي هدف الديئة سبعة وسبعين قال انتهت المباراة عند هذا الحد قال لسه فيه كلام كلام كتير الثلاث بعد كده احمد توفيق ومصطفى فاتحي سجل الهدف الثالث مصطفى فاتحي احد افضل لعبي ببراميز زيازة المسلمين اللي بيكون افضلهم على الاطلاق هدف في الديئة التانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد تزديدة من محمود صبر المتعلق في هزي المواجهة تصدلها الشناوي وارتدت ليه مصطفى فاتحي عشان يسجل الهدف الثالث في ديئة العشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ضربة جزاء تحصل عليها النادي الاهلي تحصل عليها حسين الشحات وسددها حسين الشحات بنفسه بعد ما نشوف الهدف ده وقضعها حسين الشحات ايضا بنفسه في القائم الايصر ديئة الحارس احمد الشن اوشي بالمناسبة كان فيه كورتين في القائم النهاردة كمان لبراميز بخلاف الثلاثة اهدف طيب نحكي ونتكلم اول حكاية انا ما بفهمش ما بعرفش ما بستوعبش عقلية اللاعب المصر هتقول لي ايه ده ايه ده طب قبل الموضوع اول ايه هقولك بس انا جاي اوه جاي جاي ايه ده بس خليك معايا ونمشي مع بعض واحد واحد انا عارف في بعض الناس النهاردة تعصابت من المطس سواء هنا او هنا او في اي مكان يعني هو المطس ده يا جماعة يتحمل اي عصبية من اي نوع طيب ليه بيه عصبية اصلا في مباراة زي دي طيب هل الاهلي مثلا يعني مثلا خسارته النهاردة هتأثر على بطولة هو بينافس فيها حتى لو معنويا لا هل النهاردة برامدز لما يكسب المطس ده زي ما قال كولر في المؤتمر بعد المباراة هياخد الدولي من الاهلي ولا هيقرب حتى في النقط من الاهلي لا هل النهاردة مثلا مثلا يعني الفرقتين متخنين على لاعب ولا متضايقين من بعض ولا رزعين مع بعض ولا شايدين من بعض فالامور فيها توطر خارج الملعب لا طيب فاللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر لا اللي كسب كسب بطولة ولا اللي خسر خسر بطولة موضوع بسيط انا ما فهمتش العصبية من الجانبين في مباراة اليوم انا الساعات بتفاهم انه اللاعبين بيتعصبوا في المباراة ونادنا لما حد بيقولك المتين دول يا ده ما بنقولك الكلام اللي هو ايه لا لا اللاعبة لازم تتعصبش لازم ولازم ولازم لا هم نلعب رياضة وكرة وفيها منافسة وفيها حماس وفيها ضغوط فطبيعي فطبيعي بعض اللاعبين يخرجوا عن شعرهم في بعض الأوقات ده بيحصل فين بيحصل في العالم كله بيحصل في العالم كله واعظم اللاعبين واهدى اللاعبين بيطلعوا عن شعرهم تمام وبالمناسبة لما يطلعوا عن شعرهم ويعملوا تصرف خاطئ نلقم ونقول التصرف ده خاطئ بس نتفاهمه نرفضه بس نتفاهمه مع الضغوط ومع منافسات وكلام ده كله انا النهاردة اتفاهم ايه يعني انا اتفاهم العصبية اللي حصلت في مبارات النهاردة ازاي اتفاهمها ازاي يعني ادي لأي حد عذر النهاردة ليه مفيش فكل من اخطأ او تعصب في مبارات اليوم عمل حاجة مش طبيعية ومش منطقية ده واحد اتنين وشيء مرتبط يعني ما فعله حسين الشحات مع الشيء بلاعب بيراميد تصرف خاطئ تصرف ما ينفعش نقول عليه عادي صح ليه عشان قبل ما اخش الهوى على طول شفت بعض الناس كانت بين انت عرفته وعمله ايه الاول انت بقال له ايه ممكن استفزه يعني فيه تصرف شفناه خاطئ فنقول عليه خاطئ هل معنى التصرف اللي عمله حسين الشحات الخاطئ ده ان حسين الشحات مش لعب خلوق ومهزب مش بتاع مشاكل ولاعب من افضل لعب الكرة المصرية في الوقت الحالي هل ده التصرف الخاطئ اللي عمله النهاردة ينفي كل ده لا طبعا بس لازم نقول انه هو تصرف خاطئ في نفس الوقت مقبول جدا تصرفه المحمود انه راح اعتزل للراجل راح اعتزل للشيبي بعد التصرف ده اهو الاعتزار اهو قدامنا يعني ماينفعش ما تقودش على الاولاني خاطئ وماينفعش تقول على التاني انه او ماينفعش تقول برضه على التاني انه مش تصرف محترم خليك فيه وخليك هادي وخليك عادي وارد ان اللاعب يخرج عن شعوره بس مش مقبول بقولك وارد بيحصل يعني بالمناسبة يعني بالمناسبة هاخد المداخلة دي او اكمل وهلقه على طول عشان بس اخلص دي على طول بالمناسبة ليونيل ميسي سانة فاتت مش سانة فاتت من ثلاث شهور قدام باريس سان جيرم قدام فريق لوريان لما كان بيلعب مع باريس سان جيرمان صفع لاعب كريستان ونالدو من ثلاث سنين كان بيلعب مباراة مع منتخب برتغال وصفع لاعب في منتخب ايلندا تمام ده مش معناه انه عادي التلاثة غلط يعني اللعب الاسطورة ده اللي هو ميسي والرناندو ده اخطأ خطأ جسيم والنهار ده حسين الشحات اخطأ خطأ جسيم المحترم انه بعد كده اعتذر والمحترم اكتر ان الشي بيتقبل لاعتذار يعني كان ممكن واحد غيره يقولك لا طيب والله انا مش قابل لاعتذار عمل معايا موقف ما ينفعش بس ما تقولش انه عادي يعني انت وانت مشاهد او مشجع ما تقولش ان اللي حصل ده عادي ما ينفعش ما يبقاش عادي واتمنى في رأيي يعني ان الاهل يتخذ موقف في هذا الامر ولو تغريم لحسين الشحات ولو لجنة الانضباط عملت حاجة هقول لكم على قصة لجنة الانضباط بس الاول اخذ مداخلة كابتن الكبير واحد من النجوم هذه المواجهة كابتن احمد توفيق لعب بقى فريق بارامنز كابتن احمد من نور الدنيا وكنت واحد من افضل اللاعبين النهاردة حبيب يا كريم ونورة بيك دايما يا حبيب وكروسانة طيب وعلى المشاهدين كلهم وانت طيب وانت طيب وبخير والف مليون مبروك الله يبارك فيك ربنا يخليك كريم عملتوا مباراة كبيرة النهاردة قدام النادي الاهلي صحيح انتوا خلاص موقفكم محسوم والادي ايضا موقفه محسوم بس كنتوا نزيل مباراة بجدية كبيرة جدا ده حقيق كل اللاعبة عايزة تفنش المسلم بمكسب وعزين بذات لما كنا النادي الاهلي مثلا النادي الكبير وتكسب اول الدوري مخصرش مخصرش مخصر في الدوري الاول هزيمة يقول كنا احنا مبكتزين جدا انها هنكسب اول هزيمة نكسب بالنادي الاهلي عارب كابتر حمل لسه بقول قبل ما انت تدخل عطول وانت باللعيبة المهزبة جدا يعني ليه النهاردة المباراة كان فيها عصبية يعني الاهلي موقفهم محسوم وانتوا موقفهم محسوم ليه انا تصورت النهاردة هتبقى مباراة ممتعة بالنجوم الفريتين انتوا فرقة كلها نجوم والاهلي فرقة كلها نجوم ليه النهاردة كان فيها عصبية طبيعي يعني في الكركة هو يعني كنا محترمين مع بعض في الملعب وكنا نتكلم مع بعضي قوي طبيعي عصبية ملعبه طبيعي بعد المباراة صفيته وكلمته مع بعض وحصل يعني شفنا اللقطة بتاع حسين الشحات والشيبي انتوا كلعبين مع بعض تكلمتوا مع بعض بعد المباراة اه تكلمنا مع بعض وسلمنا على بعض وما فيش اي حاجة خالص من حاجات دي خالص طيب برامدز السنة كابتنا احمد بصورة مختلفة شفنا فريق متماسك اكتر شفنا فريق عنده عناصر كتير شفنا الدكة زي الاسيين شايف ان برامدز كده رايح لسكة البطولات رايح لسكة فعلا بقى انه يحقق اول بطولة في تاريخه احنا كلنا نفسها نهيات اللعبك هتمركزها السنة بشكل جامد في الدوري وفي افريقيا وحتى نهايك مصر وصوبر بس كان عندنا توفية بس كان ما اسمن توفية بس في السنة دي بس السنة البدا تفنش للموسم تاني دي وصيف الدوري والسنة دي وصيف الدوري ان شاء الله وريبة ان شاء الله النهار دا انت كنت متقلق جدا بس الطرد يعني انهى مشوارك فيما تبقى من المباراة عصابية الملعب لما انت قلت عصابية الملعب وفتها وشد اتردت بشك في كده بلت ازعى في الملعب وكده اخدت كارت احمر الحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نحق الفز النهار دا ونرجع فرحانيين يعني كلنا انت بكمل كابتن احمد انت بكمل مشوارك معبرها منزل مظبوط اه ان شاء الله كابتن احمد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وبهنيك على الفوز النهار طيب دا كان الكابتن احمد توفيق كان واحد من نجوم مباراة اليوم طيب ماذا ستفعل لجنة الانضباط فيما يخص واقعات حسين الشحات تواصلنا مع احد مسؤولي لجنة الانضباط وقال لنا التالي قال لنا التالي بما ان حسين الشحات اتخذ هذا الموقف والصورة جابته فتلقائل لجنة الانضباط هتاخد موقف ولكن بما ان حسين الشحات بعدها مباشرة اعتزل لللاعب وظهرت ايضا الصور ان اللاعب تقبل الاعتذار فبحسب لجنة الانضباط فهنا اللاعب تقبل الاعتذار حسين الشحات والموضوع خلص عند هذا الحد طيب امتى لجنة الانضباط تتدخل بقى بعد الموقفين لجنة الانضباط تتدخل اذا اللاعب قرر يشكو حسين الشحات هنا تتدخل يعني مثلا راجل دلوقتي اقبل الاعتذار روح البيت قال لا انا اقبلت الاعتذار اللي انا رجعت في كلامي فراح قدم شكوى لنجنة الانضباط ساعتها لجنة الانضباط تنظر في هذا الامر ولكن بحسب موكيلة لنا من لجنة الانضباط فلا نظر لهذه الواقع بما ان اللاعب ارتكب الفعل وبعد كده اعتذر عن الفعل ومن ارتكب ضده الفعل تقبل الاعتذار دي الحكاية بتاعة لجنة الانضباط طيب كورة بقى بيراميدز من الفرق اللي كانت لما تبنت مناوشات ولعيبة وهاخد مين وهجيب مين والكلام ده كل وكان بيراميدز في بداياته منشغل بامور ما تخلوش يكسب بطولة رغم انه كان فريق قوي جدا وكان عنده افضل تشكيلة في الكرة المصرية بعد كده بيراميدز كمل الطريق دوت سنة كمان وبدأ يحاول يشتري نجوم صفة اول طول الوقت وساعتها انا شخصيا يعني من الناس اللي كانت شايفة انه تجربة بيراميدز تجربة تضيف للكرة المصرية وما زلت شايف ان بيراميدز اضاف كثيرا للكرة المصرية والمنافسة والدليل ان انت بيتمستني مباراة اهلي وبراميدز زي ما انت مستني مباراة اهلي وزمالك زي ما انت مستني مباراة زمالك وبراميدز بقى اضافة مهمة للمباريات والمنافسة في الكرة المصرية بعد كده بيراميدز اخر سنتين يعني السنة دي والسنة اللي قبلها بدأ يتعامل مع فكرة بنا لفريق كرة صحيح وحقيقي ازاي البنا الصحيح بيبقى معمول بلعيبة خبرات لعيبة نجوم اشتغلوا وخدوا بطولات قبل كده لعيبة شباب لعيبة جعانة كرة لعيبة محترفين يقدروا يبقوا مؤثرين ومنوعية معينة مش لازم يبقوا بأسعار خرافية فبدأ الفريق يتكون صح وشفنا النتاج ده السنة دي مع مدير فني جيد جدا هو بتشيكه فبدأت تشوف فريق تقيل بمعنى ايه تقيل؟ بمعنى انه لو غاب عنه علي جبر وسامة جلال عبدالله السعيد رمضان صبحي بلاتة توريه زي النهاردة ما تحسش ان الفريق فيه اي حد نقص هنا بقى نقدر نقول انه ببرامد فعليا بقى فريق كبير هتقول لأ الفريق دوت من ساعة ما تأسس هو فريق كبير بالنجوم اللي فيه انا ما بكلمكش على الافراد ما بكلمكش على الاسماء الفردية في الفريق لا بكلمك على الفريق فريق كبير فريق قوي فريق متماسك فريق عنده تشكيلة قوية ودكة قوية هنا ساعتها نقول انه ببرامد قادر على المنافسة فيما هو قادم عشان بدأ يتشكل صح بدأ يتكون صح انا مش بقول الكلام ده عشان مباراة اليوم ببرامد يشارك في دوري عبطال افريقيا الاول مرة وحصل على المركز التاني في الدوري وصيف للنادي الاهلي ببرامد في الكاس مصر مكمل مشواره ببرامد في السوبر والكاس وصل مع النادي الاهلي للوقت الاضافي وكان ندي كبير جدا وكان في بعض اللحظات قريب في المباراة دي او المباراة دي وبرامد الوحيد اللي كسب النادي الاهلي السنة دي في الدوري الممتاز فانت بتتكلم لا بقى فريق ند وقريب من الحصول هتقول لك كلمتين دول من دلوقتي عشان لما تشوفوا السنة الجاية واخد بطولة هتقول ايه ممكن اه كان كريم بصص للقصة دي وارد او وارد لا ايا مش لازل تبقى وجه النظري صح بس ده تصوري توقعي لما يحدث في ببرامد الاهلي النهاردة بعد المباراة شفت بعض الناس كاتبة كلام اللي هو من نوعية ايه اه لا فيه لعيبة ما ينفعش تعف في الاهلي اه الشنوي خلاص وافق على عرض النصر اه عبد المنعم مغرور اه ياسر رجع لمستوى مش عارف ايه لا 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 خالص ما ينفعش اللعيبة اللي كانت اعظم لعيبة في القرى الافريقية من كام يوم فاجأ عشان خسره مباراة تحصيل حاصل بقوا لعيبة مش كويس بس انا في رأيي ان الشنوي اكيد محتاج يرتاح ذهنيا وده اتكلم عنه مرسي كلها للنهاردة في المؤتمر الصحفي ذهنيا اللي لعيبة تعبت قبل الامور البدنية اللي لعيبة تعبت ذهنيا الشنوي عبد المنعم ياسر ابراهيم رايح علي معلول ورايح كهربا ورايح محمد هاني ورايح آآ قليل زنج بعض الفترات مرانة عطي نفس القص يعني اللي لعيبة اللي شاركت كتير دي مش المفروض تاخد دلوقتي خالص ده في رأيي يعني بس اكيد مرسي كلها هو وجهة نظر في هذا الامر ربما انه عايز اللي لعيبة دي تفضل رجلها في الملعب عشان ينادي الاهلي عنده اخر الشهر مباراة في كاس مصر مباراة بقى على طولة يعني فمش عايزي تطلعهم بره السورة خالص او ديهم راحة سلبية ممكن ويرد يعني ممكن يكون دلت في تفكير مرسي كلها بس في كل حوال انا ربما بفرج على المباراة النهاردة مش شايف اي تأثير على الاهلي من هذه المواجهة اه كان فيه اخطاق فنية النهاردة من المرسي كلها كان فيه اخطاق من اللعبين زي ما بيب جورديولا لما بيختم الموسم بيبقى مش مركز زي ما انشلوتي لما بيختم الموسم على الياما دي مش بيبقى مركز لما بتبقى وقت كل حاجة تركيز بيقل على مستوى الجهاز الفني وعلى اللعبين بطبيعة الحال بطبيعة الحال خاصة انت كسبان كل حاجة فلا مش شايف الموضوع كبير يعني بعض الناس بتحب تقبل الامور ديت اصلاح مش شايفه خسارة النادي الاهلي النهاردة حاجة كبيرة اعتقد هي مفيدة بس للبرامدز معنويا انه يبني عليها للموسم اللي جاي ده تصور يعني في المباراة محمد حمدي خبطة قواية جدا الدكتور مصطفى المنيري طبيب برامدز قال بعد المباراة ان الاشعة اللي خض عليها محمد حمدي زي الايصر للفريق وزي الايصر الاساسي لمنتخبنا الوطني اظهرت انه عنده اصابة بجزع فيه اربطة الكاحل وان حمدي هيحتاج انه يحط رجله في جبس لمدة اسبوع بعدها هيغيب كرابة ثلاثة اسابيع عن الملاعب وهو هيخضع ليه اشعة 30 مغناطيسي كمان خلال 48 ساعة عشان يتحدل مدى قوة الاصابة اصابة ان شاء الله اتعدي على خير محمد حمدي عامل مباراة النهاردة كبيرة جدا متقلق الموسم كله بصراحة محمد حمدي يعني ألف سلام عليك مارسي الكولر المدير الفني للنادي الاهلي بعد المباراة قال هقول لكم المختصر يعني مش هقول لكم بالتفصيل بس هقول لكم المختصر قال احنا حصلنا على كل البطولات الموسم ده وخدنا الدوري متقدمين على بيرامدز بتسع نقط وانه الخصالة النهاردة مقربتش مثلا بيرامدز مننا وانه الامور محسومة احنا خدنا من بيرامدز السوبر وخدنا منهم كاس مصر وخدنا الدوري هم كسبوا النهاردة مجرد مباراة في الدوري وانه الامور بالنسبة لنا محسومة قال انه الفريق مرهق جدا ونادى انه الفريق ياخد راحة اكبر من كده بشوية كان بيوجه كلامه يعني المسؤولين عن الكورة انا في رأي انه هو يقدر هو بنفسه يدي اللاعبين راحة وقال ان احنا مش المفروض ان احنا ندوس على اللاعبين طول للوقت برضو بقولك موجه كلامه للمسؤولين عن كرة القدم ويتحدث بكل وضوح ان الشناوي كمان في حالة جيدة وان الشناوي زيه زي باقي اللاعبين عنده مشكلة في الامور او الارهاق الزهري في الفترة الاخيرة وان الشناوي تحديدا المستغرب انه الاهل ما بيجربش الحراس اللي عنده بما ان الشناوي كده كده الموسم خلص وانت مش محتاج وجود الشناوي كحارس اساسي للنادي الاهل في الوقت الحالي في الوقت الحالي مش بقول يمشي بقول دلوقت دلوقت يعني في نهاية الموسم يعني طيب جين باشيكو الموديل الفني لبيرامدز قال ان البيرامدز قدم مباراة قوايا للغاية ويلاعب للحظة الاولى بهدف الفوز وانه يفوز بيه السلاس نقاط وقال ان الصورة الافضل للفريق او يظهر الفريق بالصورة الافضل وقال ان الفريق لعب مباراة قوايا جدا قدام النادي الاهلي في نهاية الكاس ولعب مباراة ايضا قوايا في السوبر المصري بالامورات وقال ان الفريق انهى الدوري بفوز على بطل المسابعة وبطل القرن النادي الأهلي وبالتالي أشكر اللاعبين على ما قدموه في هذه المواجهة دي تصريحات بتشيكون مع بعد هذه المواجهة مع بعد تصريحات كولر طيب عارفيني وانا بتكلم معكم كده عملا استرجع ما شاهدته في المباراة ومش قادر اتفهم اوقت طلع بفكرة هونليل النهاردة كانوا متعصبين انا وانا بفرق المباراة مبتسم كده بتسامن ليه لو بتسامن سخراء انتوا بتعصبين ليه انتوا متعصبين ليه المباراة اللي زي ديت لما بتتلاقي في اسبانيا وانجلترا او فرنسا وفي المانيا او في اي حتة لما الامور تبقى محسومة لكل الناس تبقى مباراة وكأنها مباراة ودية اللي عايبة بتقعد تهزر وتتحك وتحاول تجيب اهداف وتجيب جوال بقاش فيها عصبية خالص ايه احنا متعصبين ليه مش فيها ماشي ماشي بالمناسبة في حد بيقول لدلوقتي هو انتوا عرضتوا يعني الزمالي بيقولولي انه في حد كاتب انه انتوا عرضتوا اللقطة بتاعة حسين الشحات وهو بيعتذر للراجل ما عرضتوش حسين الشحات وهو بيصفع الشيبي بص فيه لقطات كده الحمد لله احنا هنا في رقم 10 ومتشاركش فيها لا لقطة زي ديت ولا لقطة قبلها النادي تاني ولا نادي تالت ولا لقطة زيها في اوروبا ولا بمتشاركش في الكصة دي احنا لو في حاجة خير نعرضها شكلها حلو تنمي الروح الرياضية مش العكس مش تزود العصبية نعمل كده انا فاهم انه فيه ناس تتصابق على هذه اللقطات بس احنا مش من الناس اللي بتخش في سباق هذه اللقطات مش بنقول ان احنا مثاليين وان احنا الناس العظيمة اللي عندها روح الرياضية جميلة بس على الاقل على الاقل يعني بنحاول ونكتعد ان احنا ما نشاركش ان الناس تتعصب او تتنرفز او تخش في مشاحنات دون داعي نخش بقى على اخبار نادي الزمالك خان كالوس اسوريو مدرب نادي الزمالك اعلن قائمة الفريق اللي هتسافر ان شاء الله للمشاركة فيه البطولة العربية لالانداة قائمة الزمالك فيها مين فاشطبعا تدعمات جديدة باستثناء اسم يعني عائل لنادي الزمالك هو يوسف اوباما في حرص المرمو محمد عواد ومحمد صبح ومحمد ناديم في خاطة الدفاع عمر جابر وحمز المسلوس ومحمد عبدالغاني وحسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق وحمد فتوح ومصطفى الزناري وحمد زاكي في خاطة الوسط شيكبالة وزيزو ورؤة ووباما مع سيد عبدالله نمار وحمد عبدالرحيم إيشو وابراهيم النضاي ونبيل عمد دونجا وحمد علاء وعمر السيسي ومحمد حسان بيسو وسيف الدين الجزيل وناصر منسي وعلي ياسر عدي دي قائمة الزمالك اللي ان شاء الله تشرفنا في البطولة العربية أنا عارف في ناس تقولك انه منافسة صعبة الشباب السعودي قوي الناصر السعودي قوي حتى اتحاد المنستير قوي بس ان شاء الله الزمالك يعمل حاجة محترمة في هذه المجموعة في هذه البطولة ناصرك ان شاء الله في نادي الزمالك مصدف نادي الزمالك قالنا ان السنائي احمد عيد واحمد ايمن منصور هيلحقوا ببعثة الفريق في السعودية خلال الساعات القادمة بعد حل مشكلة القيد وقيدهما في صفوف الفريق وفي حال عدم قيدهما هيسافران لأداء العمرة مع الفريق ومسانة اللعبين وبعد كده هيعودوا مع الفريق خلال الساعات القادمة وبعد البطولة همتكلم في اتنين مهمين ممكن يعملوا اضافة ليه الزمالك بس بشرط ان الزمالك يتم اعادة فتح القيد ليه لو تم اعادة فتح القيد ليه الزمالك ناوي ايد احمد ايمن منصور واحمد العيد لو حل مشكلته مع امبي مصدف نادي الزمالك كمان قالنا ان ادارة النادي ستضع صباح يوم لاثنين اللي هو يعني خلاص بعد كم ساعة كمان جزء من مستحقات اللعبين واؤسوريو المتأخرة بقالها فترة مش قليلة هتحط المستحقات دي في حساباتهم البنكية عشان يحفزوهم قبل المشاركة في البطولة العربية شيء جايت اكيد معنا وين هتفرق مع اللاعبين قبل المشاركة في المباراة صعبة جدا في البطولة العربية كمان مصدر بنادي الزمالك قال انه سيرجي اكا لعب لإسماعيلي ومحمود حمادة لعب فيوتشار وفقر الدين بين يوسف لعب بيراميدز والجزائري ايوب عبداللهوي لاعب نادي مرودية الجزائر اقرب الاسماء للانضمام ليه الفريق في الفترة اللي جاية وكلها اسماء ربما تفيد الزمالك الفترة اللي جاية لو الزمالك قدر يحسم اموره معاهم بعد فتح باب القيد لو قدر الزمالك يفتح باب القيد بالنسبة له مرة اخرى او رفع الاقاف عن كمان حد في الزمالك او مصدر مسؤول بنادي الزمالك قال لنا انه هناك مفاوضات قوية في الوقت الحالي بين الزمالك وفيوتشر عشان ياخدوا امر كمال عبدالواحد وناصر ماهر امر كمال عبدالواحد وناصر ماهر من اكتر اللاعبين اللي الزمالك حطت عينهم على اللاعبين اللاعبين دول في فيوتشر والاقرب يعني ناصر ماهر يعني هم متحمسين جدا لفكرة ناصر ماهر اثناء مباراة الاهل يوب بيراميدز ووقت تقلق مصطفى فتحي كان نادي التعاون بيعلن رسميا انتقال مصطفى فتحي بشكل نهائي لصفوف نادي بيراميدز بعد تفعيل بند الشراء تعرفين كون مصطفى فتحي كان فيها كلام كتير الفترة اللي فاتت الاهل داخل هل الزمالك عايز ولكن بيراميدز كان فيه بند فيه التعاقد يحق له شراء اللاعب نهيان بعد انتهاء فترة العارة وبالفعل بيراميدز فعل البند واصبح اللاعب رسميا بشكل نهائي مع فريق بيراميدز ممتاز مصطفى فتحي ممتاز فاكي مصطفى فتحي واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في الدورة هذا الموسم مؤثر بشكل مش طبيعي مع نادي بيراميدز يعني هقولك حاجة صراحة يعني هي مش مش نوع من انواع المقارنات مش نوع من انواع المقارنات وفهمني صح وارجوك اسمع كمتون دول من غير زمالك واحد بيراميدز كان عنده صفقة مهمة جدا كان محتاج انها تبقى مؤثرة جدا زي رمضان صبحي بالفعل على فكرة رمضان في كثير من المباريات كان مؤثر مع بيراميدز كان مؤثر مع بيراميدز في كثير من المباريات لكن مصطفى فتحي فعليا في كل المباريات كان مؤثر مع بيراميدز فصفقة مصطفى فتحي هي صفقة قوية جدا بالنسبة لبيراميدز مش هقول انها افضل من رمضان صبحي ولكن تأثيرها كان افضل تأثير صفقة مصطفى فاتحي لصالح فريق براملز كان تأثيرها اكتر من رمضان صبحي نكمل اتحاد الكرة تلقى عرضا من احدى شركات التسويق لاقامة مباراتين والدياتين لمنتخب مصر الولمبي خلال شهر سبتمبر اللي جاي بإذن الله قدام البرازيل وبراجوي وده استعداد الولمبياد باريس 2024 العرض بتضمن عدم تحمل اتحاد الكرة اي تكاليف لاستخدام المنتخبين الى مصر اتحاد الكرة مستني موقف ميكالي عشان يحسم قراره في العرض حلو نلعب مع البرازيل وبراجوي حلو اشان هنروح نلعب منتخبات كبيرة في الولمبياد فالمبرد دي هتبقى مهمة جدا اتحاد الكرة كمان استقرع على مشاركة اندية الاهلي والبيرامدز والزمالك والسيراميكا كليوباترا الاهلي والزمالك والبيرامدز والسيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر النقبة في الامرات خلال شهر اكتوبر اللي جاي اللي هيشارك فيها بطل الدوري الممتاز اللي هو النادي الاهلي ووصيفه اللي هو بيرامدز وبطل كاس الرابط اللي هو السيراميكا وهيشارك الزمالك نظرا نظرا لعدم انتهاء مسابقة كاس مصر للموسم الحالي وكان مفروض بطل الكاس هو اللي هيلعب كرابع الفرق ولكن بميقى انه مفيش مفيش بطل كاس فالزمالك اللي هيخش في هذه البطولة كثالث للدوري الممتاز اللي هيخده الاول اللي هو الاهلي بيرامدز التاني الزمالك الثالث وهيخده سيراميكا لبطرة بطل كاس الرابطة كانت طبيعي ايه انه الاول هيشارك اول الدوري اللي هو الاهلي التاني هيشارك اللي هو بيرامدز سيراميكا لبطرة بطل كاس الرابطة هيشارك وبطل كاس مصر كاس مصر مبداية من دون نصف النهاء هيتلعب الموسم الجديد الموسم اللي جاي فمش هيتحسم قبل بطولة النغبة فبالتالي اتحاد الكرة قال أنه اللي هشارك بدلاً من بطل الكاس هو تالت الدوري اللي هو في هذه الحالة نادي الزمالك مرة أخرى هذه البطولة هتقام بالأربع فرق دول سوبر النغبة، الأهلي، والبيرامدز، والزمالك، وصيراميكا كيليو بطر في أكتوبر القادم إن شاء الله احنا بعد الفاصل هيشرفني ونوارني صديق العزيز محمد جمال يحللنا ما حدث في مواجهة اليوم بين الأهلي وبيرامدز خليكم معنا يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى اشرفني ونوارني في هذه الفقرة صديق العزيز محمد جمال محللنا في رقم عشرة أجيمي بنوار الدنيا أحبارك إيه؟ مبسوط أنا ونوارك حلوة؟ الحمد لله يا رب دايماً عايز أقول لكم خبر عجبني بصراحة خبر حلو يعني أنا من شوية قلت لكم إنه حسين الشحات عمل موقف مش مقبول مش سليم مش صح اللي عملوا مع الشيبي وقلت لكم موقف لجنة الانضباط وقلت لكم إنه أنا لو عايز حد يعاقب حسين الشحات فيبقى النادي الأهلي هو اللي يعاقبه بالغرب عجبني جداً إنه منذ لحظات منذ ثواني قليلة نادي الأهلي أصدر بياناً رسمياً بيقول فيه إنه هيغرم حسين الشحات على الموقف اللي حصل النهاردة اتجاه الشيبي لاعب بيراميز أقول الموقف كارة الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة ملاية كبيرة على اللاعب حسين الشحات بعد المشادة التي حدثت بعد مباراة اليوم موقف محترم كعايدة النادي الأهلي كعايدة النادي الأهلي النادي الأهلي ما بيخلاكش تلحق تلومه ما بيخلاكش تلحق تلومه بصراحة ميزة عبقرية في النادي الأهلي على مدار تاريخه يعني كل ما تجي تمسك غلطة أو تقول مثل النادي الأهلي ما عملتش كده ليه أو زي النادي الأهلي ما يعملش كده فتلاقي النادي الأهلي تصرف سريع النادي الأهلي ما استناش حتى البكرة الصبح عشان يطلع القرار ده لا هو بعد المباراة على طول وإحنا منتكلم كان مطلع الكرار ده وده رد على بعض المتعصبين الأوليلين مش الكتير اللي تلعوا بعد الموقف يقول لك لا أنت ما شفتش أنت ما تعرفش الشيبي عمل إيه يمكن الشيبي هو اللي استفزه يمكن يمكن لا تصرف العمل وحسين الشحاد هو تصرف خاطئ حتى ما اعترفنا أن حسين الشحاد لعب مهزب لعب خلوق واحد من أفضل لعبي الموسم بس لما يعمل موقف خاطئ نقول عليه خاطئ وده شيء طبيعي جداً وأكيد ما كانش مقبول وكان موقف محترم برضه من حسين الشحاد أنه راح سريعاً واعتذر ليه اللاعب واللاعب قبل اعتذاره خلصت الحكاية عند هذا الحد أخذ بس تعليق من جيمي على موقف النادي الأهلي وبعد كده نبدأ فقرتنا وتحليل مواجهة اليوم فضل يا جيمي اخي موحد قبل ما تعالي بيان أنا ما عرفش من أهلي طالبين وقبل ما ندخل أنا لسه بسألك وقللك اتكلمت على حسين على الموقف بتاع حسين نعم عايتني مكالمة بمصدر داخل النادي الأهلي وتكلمنا في الموضوع في عجالة يعني وقال لي أنه آه تم استفزاز حسين الشحاد لكن احنا النادي الأهلي حسين الشحاد سيتم معاقبة وأنا ما عرفش والله أن الأهلي طلع بيان حسين الشحاد سيتم معاقبته رغم أنه قدم اعتذار للشيبي وخليني أقول لك أنه الموضوع أثار استياء كابتن محمود الخطيب شخصياً واللي وقع العقوبة كابتن سالة عبد الحفيز قبل حتى مع الموضوع رغم أنه كابتن محمود الخطيب تواصل معاهم والده حسين الشحاد من قبلها بادر بالاعتذار كانت نرفازة ملعب أين كان الشي بيتصرف إزاي حسين عمل التصرف أنا شايفه خارج إطار الطبيعي اللي المفروض يحصل في ملاعب الكورة مش بس جوه النادي الأهلي أقوعى وحسين حسين أخطأ خطأ كبير مش صغير حسين ما بقاش لعيب صغير لا سنن وإحنا لما نتكلم عليه فنان ولا قاقيمة داخل النادي الأهلي عشان يعمل التصرف زي ده النادي الأهلي مش صغير عشان لعيب جواه يعمل التصرف ده أحسن بقى حسين دي الأخطاء أحسن حسين بأنه قدم اعتذاره سريعا قبل ما يبقى فيه على العقوبة أو غرامة أو توجيه بأنه روح يعتذر بعدها كان قرار مهم وطبيعي من النادي الأهلي إرساءا لحاجات كتير جدا 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 النادي الأهلي بيعملها على الدوام تاريخه بيقول كده الوقاع الكتير بتقول كده واللي عمله النادي الأهلي أنا مش مستقرابه خالص ولا كنت عارف حتى اللي انت دلوقتي فاجئتني بالعلانه النادي الأهلي لكن تصرف طبيعي جدا جدا من النادي الأهلي يشكر عليه لأنه الصورة بتاعت النادي الأهلي دايما ما فيهاش كده فأنت كان لازم تطلع تصلح الصورة دي سريعا وتقول أنه حتى اللعب بتاعي لما أخطأ وشفت أنه أخطأ أنا أول حد رحت وعاقبته قبل ما إيه في جهة نتعلم هاي طيب نبدأ بإيه نبدأ بطاهر طاهر 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 محمد طاهر أحيانا الناس بتزعل أو اللعبة بتزعل لما بنتكلم عليهم بالشكل ده لكن أنا بالنسبة لي السؤال ده أنا عايز طاهر يسأله لنفسه ماذا تفعل طاهر محمد طاهر وانخفاض كبير جدا في مستوى مش قادر أنه يحفظ على الاستمرارية مش قادر أنه يحفظ على مستوى 4-5 مباريات وربعة الراجل اللعب في النحل يمين مشكلة وأداء سيء جدا على الصعيدين الهجومي والدفاعي دايما وأنا واحد من الناس كنت بقول مارسل كولر بيحب طاهر محمد طاهر لإيجادة الأدوار التكتيكية فيما يتعلق بالتغطية فيما يتعلق بالرجوع الترانزيشن أو التحول بعدما الأهل يفقد الكورة ويرجع تاني لمناطق الدفاع حتى ده ما بقاش موجود طاهر كان واحد من أفضل لعيب النادي الأهل في بداية الموسم وهو كان نال ثقة الراجل بشدة مارسل كولر في بداية الموسم لكن هذا التحول ماذا تفعل؟ ماذا تفعل بنفسك؟ ماذا تفعل داخل النادي الأهلي بهذا الأداء؟ وأكتر من اللاعب أنا على الفكرة بكلمش على مبارات النهاردة بكلمش على مبارات كتير جدا لكن النهاردة كان كمان الجزء اللي بيعرف يعمله طاهر بشكل مميز كجناح عنده قدرات اكتكام مميزة في الوفلاينينج والربط على الخط والرجوع أنه يرجع يساند الظاهير اللي وراه مش ممكن شوف لقطتين قابل لقطتين أقول لك خبار مهم كمان؟ يلو بي عايزة فجأة بكام خبار يلو بي جيت فاجئ النهاردة قد حالكم منذ رحوظات ما أصدره النادي الأهلي رسميا أنه كان تساعد حفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وقع عقوبة غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بعد ووقعت الشيبي النهاردة عرفنا في رقم 10 وانفراد للرقم 10 أن العقوبة أو الغرامة على حسين الشحات قيمتها 300 ألف جنيه رقم ضخم ورقم كبير والنادي الأهلي شاف أنه الرقم ده يقابل هذه الوقاعة الكبيرة أيضا بالنسبة اللاعب فيه النادي الأهلي 300 ألف جنيه هي الغرامة الموقعة على حسين الشحات خشها الله عدد نرجع لشوف اللقطتين بتوطر محمد طهر كبير على حجم الوقع يعني أصد يليك بحجم الوقع يليك بحجم الوقع وأنا كنت منتظر جدا جدا النادي الأهلي هو أول حد يعاقب حسين الشحات فأنا حزين جدا من الوقعة سعيد جدا بتصرف النادي الأهلي نروح الحلات نشوف لقطتين من ضمن كتير جدا في المباراة لكن أنا لقطتين دول يعبر لك عن حاجات كتير جدا وقف رجع تاني رجع تاني بس عشان نشوف في ستارت البداية ستارت البداية بتاع الطار من أول بس بس وقف هنا وقف هنا وقف هنا الرجل ده درج ناح يعمل أوف لانينج شايف رجل البكرايت رجل راجل فتح على الخطة وراجع بيتمشى دي بدايتها خالص دي بداية الهجمة راجع بيتمشى هجيب لك اللي بعد يكمل وامشي قبل ما الكروس يتلعب وقف قبل ما الكروس يتلعب وقف وقف هنا وقف هنا وقف هنا ايه رأيك في منظر رباع بتأخطى وصل اللينادي الأهلي وأولهم طهر ايه رأيك في المنظر ده كارثي مايمفعش يتقلع علي أي حاجة غير أنه كارثي ما يمفعش يتقال عليه ايه حاجة تانية لما يكون الراجل خلي بالك وراجل عمل الكروس بالمناسبة وقرار خاطر ان الشي بيعمل الكروس بالمنظر ده ومفيش ولا العيد من برامج جوية 18 بعمل الكروس لمين انا بعمل الكروس عشان اعمل بيه ايه فان هي خدمته ومحمل عب منان بيحاول نعملها بلوك بيعترض الكرة ودخل الجون فيها توفيق لكن دي مش قضيتي رجع تاني معلش رجع تاني رجع تاني رجع تاني اشانا بتكلم على طهر وبعدين اتكلم على خط الوسط بالكامل هو وقف هنا وقف هنا وقف هنا هو القرار الصح يا كريم ان الرجل هيرجع يعمل باك باس لورا لان عنده ثلاث لعيبة ثلاث لعيبة على منطقة ال 18 من براب ده القرار الصحيح اللي الشي بيكان يرجع يحطها الورا عنده ثلاث لعيبة يقدر دون كرة بدون رقابة بص طهر بقى واب بيعمل ايه مفروض انه يرجع مع الراجل عقل يا اما الراجل اللي العيب الوسط اللي مكمل يا اما يرجع مع الظاهير اللي طير هو لقى كريم يدي بيسرح له فخلاص ادخل بقى اقفل هنا لا هو وقف تماما بيتفرج ادي الاولانية وهنرجع تاني اللي وقف تخط الوسط دي بعد شوية يلا روح لللي بعديها اللي بعديها الحالة اللي بعديها على طول خلاص مش عايزين الاعداد بتاعت الجل ايه واضحة هنتكلم على تفصلي لا لا ماشي كمل وقف وقف هنا ارجع ارجع تاني على وقفة بتاعت اللعيب ارجع ارجع بصك كريم انا عندي دلوقتي اتنين لعيبة من بيرامدز العيب من بيرامدز اناك هو اللعيب اللي عمل الكروس طيب طاهر اللي هو منه وقف وقف انتظر الباص لما اتعمل او اعمل قفل زواية التمرير كما هو معتاد ولا منه رجع على الثمانتاشر عشان يقفل ولا عمل اي حاجة خلي بالك الناس هتتكلم على افشل انه رايح متأخر هتتكلم انو مفروض محمد فخر بقى طالع برا كل ده هنتكلم عندي بعد شوية لكن ايبدي كلابات اتنا على طاهر هتلى اللقطة اللي بعديها بتاعت الطاهر يلا يلا دى تصويرة لا مش ديه مش ديه خلص مش ديه اهه مح ديه مش ديه لحد ما تجهز اللقطة بتاعت الطاهر طاهر باستلم استلامة الكرة اللي راحت لا ارجع تاني ارجع تاني لا ارجع تاني لا مش دية مش ديه كمل دي تصيوبة محمود صابر دي جبناها في لقطة بعديها على طول ده اللقطة دي من أولها نا مش دي خلاص تمام كمل لحد ما تجهز لقطة التناية بتاع الطهر طهر يا كريم لقدر يستلم بشكل جيد والقدر يشتغل بيعدي واحد على واحد بشكل جيد والقدر ان يوقف يعمل البلد اوب مع زمانه بشكل جيد والقدر ان يرجع للحالة الدفاعية بشكل جيد طب انت موجود ليه انت موجود كجناح موجود في النادي الاهلي بتعمل ايه انت موجود عشان تعمل الادوار دي لما ليك بتعمل دورين وعندك مشكلة في دورين بتري نتكلم انه محتاج تطوير في واحد اتنين لما يبطلوب منك في مباراة اربع ادوار بتعملهم ما بتعملش منهم ولا واحد لازم هو يقف مع نفسه قبل ما مرسي الكولر يقف معي كلا كلا مرسي الكولر ومش اللعيب الاساسي عنده هي دي هي دي وقف هنا بقى بص بص كريم وقف هنا بص كريم الراجل بينه ماشي فريم عشان عشان ما تبقاش مبكسيلا بس مش فريم واحد بس وقف هنا بص كريم الراجل بيستلم بعيد عنه خالص مع لهوش ضغط الراجل وقق على بعد اربعة يارضة او خمسة يارضة منه بص بقى الاستلامة العظيمة كمل 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 ادي واحد الغلطة الاولانية كمل 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 بص الوف لاين مش قادر يوقف كمل اللي بعده اللي بعده كان بص الوف لاين اتنين مش موجود هو مش موجود ضغط بتهور مفيش اوف لاينج مش قادر يربط على الخط مش قادر يرجع يدافع ودي ودي مرة واثنين وثلاثة احنا جبنا اتنين بس عشو قاش قصينا عليه يعني شايف ان طهر محمد طهر مش بس قد مباراة سيئة جدا 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 النهاردة يا كريم لكن لا هو بعيد قوي بعيد قوي محتاج يرجع نفسه ومارسل كولر محتاج يرجع حساباته طيب ده بالنسبة لي طهر محمد طهر في ملحوظة النهاردة راح استعمت واحد من المصادر القوة في النادي الاهلي خلال هذا الموسم هي فكرة زيادات اللي بيعملها اللعيب رقم 8 في النادي الاهلي وادوارهم الدفاعية برضو مش بس ادوارهم الهجومية وكان افضل من بيعمل ده كان حمدي فتحي صحيح كانوا أحمد العبيد المميزين جدا في المركز ده يمكن افضل من اليو ديانج كمان عشان حمدي عنده الحتة الهجومية كمان افضل من اليو ديانج الاهلي تأثير ده عليه في الموسم اللي جاي ايه هل يعوضوا امام عشور ولا الاهلي محتاج كمان لايب لهذا والنهاردة مباراة كاشفة معلقناش على المباراة معلقتناش على المباراة وخليني اقولك قبل بس ما اتكلم على النقطة ريف في 30 ثانية انه شو بقى كل اللي حابلقوله وكل هذه السلبيات الاهلي نهاردة خارج من المباراة كاسبان كتير الناس تستغرب بفرقة خسرانة ثلاثة واول هزيمة محلية وبتكسر النهاردة موسم اللي هزيمة وكان ممكن يبقى الموسم التامن وبرامنز ازوح من الفرق الممكن انه لقى لقى بقت غريم للنادي الاهلي بتدايله حتى لما الاهلي بيكسب المباراة بتبقى صعبة بسيطة مباراة تضرر الاول انتاب نفس النتيجة بل المناسبة 3 صحيح في النادي الاهلي لكن الاهلي خارج كاسبان مهم جدا ان رجليك تنزل على الارض تاني مارسي الكولر والمجهاز واللعيبة وانت دخل على امريكاته مهم جدا رجليك تنزل على الارض تاني كسبت كل حاجة اه لكن محتاج تراجع حسابات كتير جدا جدا عشان كيقولك اهلي النهاردة خارج كاسبان من المباراة دي مش خارج خسران اتنين نقطة مهمة جدا انت دخل على امريكاته محتاج تعرف نواقصك ايه محتاج تعرف حالة اللعيب رقم اتنين في كل مركز اهلي النهاردة برايح ست لعيبة غير 3 اربع اصابات فبتكلم على في اربع عناصر اساسية او 5 اساسين بس في الملعب النهاردة يا كريم حتى الشحات كان موجودة على البنش ونزلت انا نتكلم على الشحات تفصليا بعد شوي لكن النهاردة الامور كاشفة انت بتكلم على مباراة اه لا تعبر عن الحالة بتاع النادي الاهلي عمتك كراتيجة لكنها كاشفة ما خسرتكش حاجة الخسارة بالنسبة لك جات بلغة الكرة في الريش هي ما خسرتكش حاجة هي خسرتك مباراة وموسم الله هزيمة لكن على صعيد العام انت خدت كل شيء فمهم جدا ان الخسارة اللي بتفوق اللي تخلي الرجليك تنزل على الارض تاني تكون في مباراة زي مباراة النهاردة قبل ما يكنت عندك في بداية سبتمبر عندك السوبر الافريقي عندك بعدها الدوري الافريقي اللي هو تحت مسمى الاسم السابق ليه دوري السوبر الافريقي ومن بعدها كاسعلم اندي فانت بتتكلم دخل على معتركات ما فيهش الكلام ده فانت محتاج تجاهز كويس قوي محتاج تعرف حالة اللعيب رقم اثنين في كل مركز وانا بأكد تاني حالة اللعيب رقم اثنين في كل مركز مش اللعيب الاساسي لان انا ما جاء تكلم على تاو او حسين او حتى كهربا او مروان او امام لما يبقى موجود او حمدي مع نهاية الموسم او قليوت ديانج في حالة الاعتيادية او محمد عبنين في حالة الاعتيادية رغم الاخطاء لا بتكلم على اللعيب علي معلول او محمد هاني عاملين موسم عظيم موسم للتاريخ لكن بأكلمك على اللعيب رقم اثنين في كل مركز لا في مشكلة فده كان مهم نروح بقى للقصة ليه تعاقد النادي الاهلي مع امام عشور كان اكبرين ونجهز الحالات لا انهاردة خط وسط النادي الاهلي بمونتهى البساطة اخطاء ما تطلعش من الاسامي اللي موجودة في الملعب وانا عازر مروان جدا انا عازر مروان جدا بالمناسبة ارجع تاني ارجع تاني ارجع ارجع انا عايزها من اول اعيزها من اول ماشي هنا حالة الضغط طبعا واضح تماما لا فيه ضغط والراجل شهيد براحته ومفيش ازمة خارس فيش تخطيئة بص الراجل بيصل لحد بيدخل جوا نازل معاه كريم الدباسة كريم مفيش مفيش بلوكات الاهلي ناردة بالمناسبة شرط 12 كوره تعمل له 8 بلوك انما في المقابر كل العيب من برامز بيشوت واللعيبة سيبة يشوت خالص لكن مش دي الازمة الكبيرة كمل كمل بعد دول بعد دول يلا خلاص دول شفناهم خلاص دول شفناهم بص ايه وقف هنا ايرجع ارجع ايرجع ايه وقف ارجع وقف بصة كريم الثلاثة بتوعنادي الاهلي بتوعنادي الاهلي سيبك من غلطة تياسي لان ياسب ليه غلطة غلطة يعني هنتكلم علي لوحدها بص ماروان بص افشة التلاتة بيعملوا ايه مسكن مين الماركينج المسافات اي حاجة تتكلم عليها خط الوسط مش موجودة. انت بتتكلم هنا على قفشة واقف لوحده خالص بطيء جدا في الترانزيشن في العودة الاماكن لرغم انه تحسن كثيرا. صح. لانه بطيء جدا. مروان مفيش ضغط. ديانج مفيش ضغط. ياسر ابراهيم طلع من مناطق. ليه ياسر عشان الناس هتتكلم على غلط الناس اللي واحده. ليه ياسر طلع نزل مع الراجل. في المعتاد في الاهل ايه اللي بيحصل يا كريم? لو المهاجم نزل ما بينزلش مع السنترباك. بيقابلوا الراجل رقم ستة او اللعب مركز تمانية اللي نزل معي عشان هو يمسكه. عشان انا ما فرغش بالشكل ده. دفاعات الانه ما تخترقش بالشكل ده كريم. دي اخطاء اخطاء كارثية. اخطاء هزلية لما تحصل من لعبة. مقدمين موسم زي ياسر ابراهيم. وتاني. انا بالنسبة لي ياسر اتحمل تلاتين في المية من الغلطة دي. لكن السبعين في المية على لعبة وسط الملعب اللي واقفين بيتفرجوا. وما اخدوش الراجل لما نزل. الراجل لما يطلع. يطلع بره التمنتاشر تلاتين اربعين مترا كريم. لازم اللي يستلموا. لعيب مركز ستة او لعيب مركز تمانية. مش ياسر. ياسر اضطر لما محدش نزل مع الراجل. او محدش استلم الراجل. اضطر ينزل معاه. فلما نزل معاه. فمين اقرب واحد للشيبي هنا? ما فيش شيبي هنا خلص. اه سوري عفوا. فاخر لكاي. اه بقى ديانج? لا. اللي جنب فاخر لكاي على طول اه. لا. اللي تحتيه ولا اللي فوقيه? اللي تحتيه على طول. اللي في ظهره على طول. ياسر. ده ياسر ابراهيم. اه. فهو الراجل اللي حصل ايه كرة دي من اولها يا كريم? فاخر لكاي. نزل هرب لتحت. عمل الباص وراح عمل الترن وراجع. ياسر عمل ملفه عشان يرجع له خلاص الموضوع راح. انت سبت بيتك. خرجت برا منطقتك اللي مفروض تتواجد فيها. فالخطأ بالنسبة لي هو مشترك ما بين ياسر وما بين جنجو ما بين خط الوسط بالكامل. ادي واحدة. كامل. ده غير طبعا خروج كارسي من محمد الشيناوي بلا مبرر. طالع يعمل ايه انا مش عارف. هو العمل تراي ولا تلا اخدها برجلو عمل احيك. ارجع بقى. ارجع. 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 ارجع عشان جون ده في كارسة تانية. ارجع. لا. ارجع من الاول. ارجع من الاول. من اول من اول الخروج بتاع ياسر. اقفل اول أول حاجة بس اول حاجة. ايه اول مايرسر يلعب. اول مايرسين يلعب هetaan. ماشي. 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 ايه بص ادي ادي. لا دي التانية. ارجع. ارجع كمان. ارجع من اول مايرسر هيأخذ الكرة من فوق. كمل طيب. كمل كمل. ايه كمل كمل كمل. بص ادي ياسر الخدا بص بس وقف هنا وقف هنا. بصها كريمة. بصها كريمة. ده لعيب خط وسط اللو محمد مجدي افشي. مفيش لعيب. مفيش لعيب طبيعي انه نازل الاهلي بيلعب اربعة تراتة تلاتة عشان مانش اقولي ده بلاي ميكر. مفيش لعيب بيلعب في وسط الملعب مركز ثمان يا كريم ووشه المرمى. فلما يجي يعمل الكليرنس او يحاول يطلع في كرة هو ايه يا التحم. يطلع مينها لحجونه. كمل. كمل. بص الوقفة بقى. الوقفة بس. واقف هنا بقى. واقف هنا بقى. بص بقى كريم. مروان راجع. مروان راجع في وسط التلاتة. طب خلد عفتاح داخل انسايد. لا لانه تفاجئ بالكرة اللي حاولي رجعها محمد مجد افشا شكل غريب جدا. هو تفاجئ به. طيب. ياسر ومنعم هنا الراجل كريمي دي بيس واقف بيحاول يمزق ياخد الراجل اللي هنا مصطفى فتحي عشان عشان ما يروحش. فالراجل هرب منه بعد كده. كمل. كمل. التلاتة مش ممسكين. كمل. بمنتاز سهولة. رجوع سيء جدا من الكل. مقابلة من ياسر ضعيفة جدا بعد ما شال الكرة بشكل ضعيف. خالد عمل التخطية متأخر. فلا منه قابل الراجل ولا منه قف الكرة العرض. الكرة التصويق عمل لها بلوك. واخيرا كريمي دي بيس فضل ماسك الراجل لكن مصطفى فتحي وفرق الخبرات طبعا. رغم ان الكريم انا شايف ان اقدم مباراجة ايدا جدا من العب القليلة. اللي انا هعزورها النهاردة وقول انها هقدمت مباراجة ايدا. وهقول لك ليه كمان اقدم مباراجة ايدا على الصعيد التكتيكي خاصة في الجزء الامامي يعني. خلاص. ماشي. الكرة. فالنهاردة يا كريم. هادي الحالة اللي خط وسط النادي الاهلي خاصة في الترانزيشن وقف هنا في الترانزيشن. دايما بنتكلم يعني ايه ترانزيشن يعني اتحول سواء من الدفاع للهجوم او من الهجوم للدفاع. الترانزيشن من الهجوم لما الاهل يفقد الكرة يا كريم عشان يرجع يستخلصها او يرجع لمناطق تاني محتاجة لعيب في وسط الملعب متكامل. احنا هنا قبل ما يبقى فيه اي مفاوضات مع النادي الاهلي لما جينا شرحنا وقلنا مين اللعبة اللي موجودة في المركات وممكن تبقى جيدة للنادي الاهلي. انا سميت امام عشور اللاعب الشامل ما سميتوش اللاعب الشامل لا مجاملة لامام ولا مجاملة اللي موجود في المركات. لانه هو اللعيب الوحيد اللي كان موجود في المركات اللي عنده القدرة انه يعمل لك كل الشغل ده. عنده القدرة انه ينزل ويشتغل ويعدي لك الادوار الدفاعية بشكل ممتاز. عنده القدرة انه يرجع لمناطق التحول بعد ما تفقد الكرة بشكل ممتاز. عنده قدرة ان يلقلك من المناطق الدفاعية للمناطق الهجومية. لذلك بعد اللي شفنا ده كله وبعد الادوار اللي بيعملها امام كل اللي انا بقوله ده كانت تعا مع اماما عشور اجباريا على النادي الاهلي ما كانش اختياري ولا صفقة جماهيرية ولا صفقة اعلامية كانت صفقة فنية اجبارية وعشان كده مرسي الكولر اول ما اتعرض علي اماما عشور قال لهم ده بالنسبة للعيب رقم واحد وده اللعيب اللي أنا محتاج في وسط الملعب مش بس عشان يعود حمدي فاتحي لأ علشان يعملي كل النواقص اللي عندي في وسط الملعب فيما يخص تطورات ما حدث اليوم بين حسين الشحات والشيبي النادي الاهلي اصدر قراره الرسمي بتغريم حسين الشحات انفرضنا في رقم عشرة واندالكم الغرامة هتكون 300 الف جنيه على حسين الشحات قبلها كان حسين الشحات اعتذر للشيبي والشيبي كان يبدو من السور انه تقبل الاعتذار تمام كده بيراميدز الان اصدر بيانا رسميا فيه التالي اكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز ان ادارة النادي قررت تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة وكذلك لادارة رابط الاندال محترفة ضد لاعب النادي الاهلي حسين الشحات بسبب تعديه على الظهيل الايمن المغربي الفريق بيراميدز محمد الشيبي بعد مباراة الفريقين المدير الرياضي بنادي بيراميدز اوضح ان النادي سيطالب في شكوى لا سيرفق فيه كافة الفيديوهات لتثبت خروج لاعب الاهلي عن النص وتعديه على اللاعب بعد المباراة بشكل فج ولا يمكن السكوت عليه خاصة وانه تكرر مع ذات اللاعب في السوبر المصري بالامارات ولم يتخذ اتحاد الكرة او لجانه اي كوارات بحق لاعبي الاهلي المدير الرياضي لنادي بيراميدز كابتن هاني سعيد اكد انه سيطالب في الشكوى توقيع اقصى عقوبة طبقا للقاحة على حسين الشحات خاصة لو ان الفيديوهات واضحة وتثبت تعديه على الشيبي مشهور ان النادي لن يسكت على حق لاعبيه مهما وصلت الامور كما كشف المدير الرياضي عن تقديم شكوى رسمية ضد الحكم محمود ناجي الذي ادار المباراة بيراميدز والاهلي بسبب اخطائه وقاراته الغريبة خلال اللقاء يعني بيراميدز لم يكتفي باعتذار حسين الشحات ولم يكتفي ايضا بغرامة النادي الاهلي للاعب وتقدم به شكوى رسمية ضد حسين الشحات ده موقف نادي بيراميدز تمام اللي جاي ايه بقى زي ما كان فيه سلبيات كتير جدا النهاردة خليني اتكلم على حسين الشحات حسين الشحات اللي هو مصار الحديث بسبب المشكلة مش بسبب الفني حسين الشحات الراجل اللي تواجد النهاردة وكان متواجد بس من الديه واحد والسعبين لعب تلت ساع لا هو الاهلي ما ظهرش باي شكل هجومي الا مع دخول حسين الشحات صحيح الاهلي ما ازعكش دفاعات بيراميدز الا مع دخول حسين الشحات الاهلي ما قدمش شكل جزء من الشكل الطبيعي الا مع حسين الشحات فلما اجي اتكلم نبتل نقرد الحالات في تلت ساعة الاهل الطول سبعين دقيقة ما شكلش اي خطورة غير من كرة واحدة لكريستو في الشوت الاول هنتكلم عليها لكن حسين الشحايت لما الراجل صاوف تصيب على المرمة عمل أسست تحط الجنب العرضة برقفة خليل وكرة الثالثة عدى واحد على واحد وقدر انه عدي رغم ان فيه تلاتة من لعبي ببيراميدز يقدر انه عدي وخاد راك للجزاء او ما كانش موفق بجملة الوف دي بتاع لعاب تنادي الاهل بمن فيهم حسين نفسه والكرة جات في العرضة وردت له طبعا مفاشر اللي يلمس الكرة مرتين فبالتالي لم تحتسب هدف لكن الخطورة كلها مجاتش الا لما حسين كان موجود في المرعة يالله جماعة نعرض الحالات على طول وهنا وهنا لما نيجي نقول ان حسين الشحايت في تلت ساعة هنا ده زي ما هو بيقولك ان حسين وخلي بالك ان حسين بيلعب في الرايت الفترة اللي فات التواهج جدا جدا حسين الشحايت كريم وهو بيلعب في الناحة التانية بيلعب في الناحة الشمال فلما يبقى حسين موجود في وسط وسط الاتة عنده حل في لعيب تقيل بيلعب في الجناح اليمين او في الجناح الشمال فحسين الشحايت النهاردة يا كريم لا فرقة الاهل اختلفت تماما مع وجود حسين قدرة حسين على انه يبقى لعيب تقيل في المرعة وعشان كده انا لم تحسين على الموقف اللي عمله جدا لانك مش بس زي ما قلت انت بقيت مش لعيب صغير سنة لا انت كمان مش لعيب صغير فنيا وحجمك في النادي الاهلي ما يسمح لكش انك تعمل اللي انت عملته ده فلا لازم قسني عليه فنيا ان الرجل الاهلي اتحرك الجزء الامامي بتاع النادي الاهلي اتحرك بشكل ممتاز بعد نزول حسين الشحايت خاصة تاني انه بيلعب من ناحية اليمين من ناحية المفروض بيتواجد فيها توفي المعتاد فحركية حسين الشحايت بتأكد حكتينا يا كريم ان حسين الشحايت رقم واحد هو لعيب مؤثر جدا جدا وبقى محافظ على الاستنوارية وديكت مشكلة حسين الفترات اللي فاتت لا حسين يفرق عن اي حد في اجناح النادي الاهلي مع بيرسي توي طبعا لكن النقطة التانية انه فيه فرق كبير جدا في الناحية الشمال ما بين حسين الشحايت واحمد عبدالقادر في الناحية اليمين ما بين حسين وطاهر بلا شك زي ما قلنا توي هو نفس نفس نتكلم على مصطرة مع بيرسي توي لكن فرق كبير ما بين حسين والبديل وهنا دي بتجرس انصار النادي الاهلي برضو اللي قلنا في اول الفقرة خالص لعيب رقم اثنين في كل مركز فيه مشكلة كبيرة حلو هلا دقيقة اقول اخرى اه اتكلم بس على اخر حاجة نتكلم عليها اتكلم على كريمية دبيس و كريستو الاثنين طيب انا عايزك تتكلم على كريمية دبيس وعايزك تتكلم على كريستو وعايزك تتكلمنا على بيرميد عشان بيرميد لازم بياخدوا حق طبعا طبعا اقولت انا في البداية عشان ترك معلقناش على المباراة اه فقبل بقى ما اتكلم على الاثنين لا اعلى على بيرميد هنتكلم على بيرميد بس هنروح هنروح لفاصل يلا بينا وبعد الفاصل هنكمل مع جيمي كلام عن انتو تريك كريستو و كريمية دبيس و بيرميدز قبل بيرميد قبل كريستو و كريم دبيس بعد عز الفاصل خليكم معنا يا علم بحضراتكم مرة اخرى لسه نكمل مع جيمة تحليل مواجهة اليوم بين الاهل و بيرميد قبل فاصل اللي هكلمك شوية على بيرميد كمان اللي عمل مباراة محترمة جدا قدام النادي الاهل النهار كان مهم يا كريم اللي حتى انا في نصر كتبولك حتى لسه ما علقناش عن البراء انا علق عليها يعني فاز الافضل فاز الفريق اللي جاهز بشكل افضل فاز الفريق اللي كان عنده احترام المنافس بشكل اكبر الفريق اللي جاهز من الناحية البدنية بشكل افضل الفريق اللي استعد للمباراة بشكل افضل الفريق اللي حط سيناريو للمباراة لانه لعب الاهلي بطريقة الاهلي قفل عمل كومباكت جيم لاستحاس في نهاية المباراة طالع 6040 لصالح الاهلي لكن في النهاية لما تيجي تتكلم تلاقي عدد تصيبات بيراميز على المرمى اكتر من النادي الاهلي مش بس الاهداف لما تيجي تتكلم انه استغل كل الهفوات والاخطاء اللي كانت موجودة عند النادي الاهلي استغل الغيابات اللي موجودة استغل ان انت عندك الجناحين بالكامل الطرفين الملعب في الاهلي مش موجودين قدر يشتغل عليهم بشكل ممتاز لانه عنده مثلث امامي ممتاز وجود مصطفى فتحي هو فخري لقايو براهيم عادل خط الوسط واللعيب الاندر ليتك جدا اللي لازم اديله حقه محمود صابر نجم المباراة محمود صابر ده افضل لعيب مركز تمانية انا شايف انه فيتوريا ممكن يلاقي فيه ضلته الفترة اللي جاية وانا بات انا بقى له ان شاء الرحمن قريب جدا ممكن لو يحافظ على استمراريته وحافظ على مكانه خاصة في ظل التدعمات المهمة اللي بيعملها بيرامدز في المركاتو الحالي سواء بتعاقد مع بعض اللاعبين زي سيف فاروق جعفر زي محمد ريدابوبو زي مهند لاشين او اللاعب المذمع انا في رأي كمان ان محمود صابر احد افضل المساوبين في الكرة المصرية في الوقت الحالي كمان ولسه كمان لما ياخد مطشط كتير دك التصويبات سواء بالقدم اليمنى او اليسرى رائع جدا التكنيكاليتي يا كريم مهمة جدا التكنيك بتاع التصويب هل اللاعب شاط الكرة حط فيها وش رجله وراحك كده ولا هو معتاد انه بيشطها التكنيك بتاع الكرة راكب الكرة بشكل جيد حطت وش رجله في الكرة بيحطها فين فالتكنيكاليتي بتاعت محمود صبر مختلفة تماما مش صدفة ابدا الهدف اللي حطتوا فيه شبك المغرب في فاينل أمم أفريقيا تحت 3 و 20 سنة مش صدفة ابدا الهدف الكرة اللي حطاة في العرض النهاردة اللي محمد شناو ما كانش عنده حال غير انه يبص عليها بالمناسبة كرة بعيدة جدا والراجل بيحطها بيساوب بكلتا القدمين لا محمود صبر بيقدر يروح في حتة بعيدة هاي الديبيس ويك رستو معلول بيبقى يراحتو لأن الأدوار اللي بيطلبها من كريمي اللي هي مشابهة لعلي معلول امتى تخش تخش جوه الملعب وتبتدي تشتغل مع المجموعة لقطة جايبينها لو نعرضها وامتى انك توصل وتحاول تعمل الكروس وتحاول تسام في الهجمة بأسرع كدرة ممكنة امتى ترتد وترجع جابين واحدة بس من كل حاجة ده الكروس اللي كان عامله لو نجيبه من أوله سريعا دي كرة طبعا بتاع كريستو بالمرة يعني هنجيبه ونحلق على الاثنين بص الكروس نفسه كان رايح مظبوط ليه شريف لكن طبعا اعمل اتحصل لابلوك وكريستو هنا كمال اما نجي نتكلم على كريستو يا كريم لا كريستو في شواء لعبهم كنت مستغرب جدا ان طهر كامل في الملعب وكريستو هو اللي اتغير ودي من دبن التعليقات رجع علي دي بس انا مش مهم عندي الباص هلقدمه مهم البرنتريشن واماكن التواجد رجع لأ لا مش دي ايوة دي رجع علي شوية لا ارجع كمان ارجع من اولها من اول الاستلامة والبرنتريشن بتاعت كريم ارجع كمان كمان ارجع اول اللعب اول اللعب خلص اول اللعب خلص لانها كرة تحت الضغط الراجل هادي جدا هادي جدا بس هنا استلم الكرة باص كمل كمل بس الراجل عده بمنتهى البساطة واحد على واحد دخل في العمق مطلعش على الطرف الأين عشان يسيب المسافة لأحمد عبدالقادر وده دايماً اللي بيعمله علي معلول انه امتى يا كريم عنده الوعي امتى يدخل إنسايد لو الجناح فتح معاه وامتى هو اللي يفتح لو الجناح داخل جوه الملعب فانا شايف انه كريم الدبيس لا مع المباريات هيروح في حتة جيدة جداً كريستو نهاردة مؤثر جداً يا كريم في الكرات القليلة اللي جات له لأ لعب كرته حلوة قوي لعب يمتعك وهو راح الرغم إنه النهاردة الفرقة مساعدتش إن العب ينتظر أنا شايف إن كريستو مع الوقت ودي كرة بكلا وقفلها شوية كانت راحت في التماني حتيتها حلوة قوي فانا شايف إن كريستو مع دقائق زيادة كريم الدبيس مع دقائق زيادة لا الاتنين دول بقى أنا أقدر أقول لك إن هم يقدروا يقوم متواجدين خلال الفترة الجامعة على النادي الأهلي وشايف إن هم في مباراة لم يوجد فيها أحد لم ينجح أحد في النادي الأهلي لو أنا هحط لوم لا هستثني الثنائي ده تحديدا من اللوم مع مروان عطيك جيمي شرفت نورتك شكرا جزيلا نسمي كميليين مع حضراتكم بعد الفاصل نستقبل محمد أبو علي وإحمد الهواري معهم تفاصيل كثيرة وكواليس كثيرة مهمة لكم معكم يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذا الفكر لأصدقائي العزاء محمد أبو علي وإحمد الهواري وزي ما قلت لكم قبل الفاصل معهم كثير من الكواليس والأخبار المهمة جدا أبو علي بنور الدنيا أنا الثاني مرة أوف فترة أصيرة سعيد جدا أن أنا موجود معك كريم وسعيد أن أنا موجود مع الهواري وبحييك على برنامجك وحتى أنا استغربت من رد الفعل القو جدا بعد الحلقة اللي فاتت لأ أنا عايز أشيب بالسوشيال ميديا عندكم ما شاء الله والحلقة كانت أكتر موفقة سعيد أن أنا موجود معك كريم لكن أنت صاحب المليونات أو جنب دا خبرة معنا بعد أبقالوا فترة معنا هولي بنور الدنيا كالعين حبيبكي موحشني فترة الأسبوع اللي فات غيبنا كده عشان السحل مع رش جزء قصير بس كلمنا عن الشيك انت لا لا انت اللي معدي انت بتلميلي الجملة عشان أقول لك عشان ما بتعلكش النهار لأ انت اللي معدي عشان الهواء عشان الهواء عايز تقول حاجة على المباراة اليوم الأول الأولى ما نخش في الأخبار الأهل والبرامد هي أنا بالنسبة للمباراة فيها مكاسب كتير للنادي يعني ممكن حد يختلف معي أقول إزاي الأهل بتغلب دوري بدون هزيمة بيضيع على النادي الأهلي حاجة لا أنا شايف أني أفاهم مكاسب كتير صح كشفت بعض اللعيبة اللي موجودة في فرق أن في لعيبة عندها مشاكل أو ما تقدرش تتحمل مسؤولية التواجد في النادي الأهلي كشفت النادي الأهلي في مراكز محتاجة تدعمات بمنطقة القوة في عناصر أسسية مميزة لكن في بعض اللعيبة اللي المفروض تبقى في الترتيب الثاني أو الثالث خاصة مع الفرقة الكبيرة زي الأهلي والزمالك والبرامدز والفرقة اللي تلعب في أكتر من بطولة بيحتاج على طول بيعمل روتيشن وبيحتاج على طول البديل يبقى قوي لما تشارك في خمس ست بطولات بتحتاج يبقى معك أكتر من لعيب جاهز وكلهم في مستوى واحد فالنهار ده المباراة كشفت النادي الأهلي محتاج مهاجم قوي أو يعني سترايكر تسعة اللي هو يعني بيخلص من أنصف الفرص محتاج بديل لعلي معلول أو حد مع علي معلول في الناحية الشمال يكون قوي ويبقى بنفسي إمكانيات عالي محتاج باك يمين قوي في مراكز بس في مكان عالي معلول دي نقطة واحدة أنا بس بدايق من فكرة أنه أي لعب يلعب مكان عالي معلول هو بشكل تلقائي أنت بتضطرت كرنب عالي معلول بس إنت لو جبت لعيب بقوة عالي معلول وفضل فترة على الدك عشان عالي معلول هو البيلعب أساسي لما هي ينزل مش هيقدم مستوى عالي معلول حتى لو إلت جايب واحد نسخة من عالي معلول أنا بس الفكرة أنه دايما مفيش صبر على أي باكليفت بيلعب بديل لعلي معلول عالي معلول دايما بيشارك في معظم مبارات كأساسي طبيعي اللي بينزل بديل مكانه ولسه ماخدش بس دي النقطة اللي أنا كنت بتكلم معك فيها كريم في البداية أنه أنت لازم يبقى عندك اللعيبة الجهزة اللي عندها الشخصية صح اللعيب اللي قاتل عشان يضمن مكانه في الملعب كولر عادل كولر مش مدارب ظالم خالص صح بدليل أنه لو شفت مرهان عطية جيف توقيت أنت معك عمر السلية قالي وديانج حمدي فتحي الناس بتكلم دول أفضل خط نص يمكن موجود في أفريقيا مع ذلك مرهان بيلعب بيثبت أنه جدير باللعب بيلعب على السلية وديانج وساعات حمدي أو توظف حمدي في مكان تاني خالص غير مكانه عشان مرهان يلعب فكلر عنده لو شاف فيه لعيد يعني على مستوى عالي أو قرائب من عالي أو أعلى من عالي أكيد هيلعب وأكيد هياخد فرص فالأهلي محتاج تدعمات وده المباركة شافته النهاردة ممكن تعرف أنا بكسب وخدت كل حاجة ممكن أقول لك حاجة قطعك فيها معلش أنا تتصور أنه النادي الأهلي النادي الأهلي كان النادي أهلي هو مقطنع وعارف إنه ومحتاج تدعمات ومارس الكرة عارف إنه ومحتاج تدعمات ولسertos أنه شفناه النهاردة وكده كان الأهل عارفه ومارس الكرة عارفه من قبل كده بس النهاردة ده ممكن يبقى رد على بعض المشجعين أو الجميع يقول لك هولادي مش محتاج حد والي بيكسب كل متدائجتة بقيبة تاني ليه بالضبط فده يوضح ليه السبب هولي دي مكاسب النادي الأهل بس بيرابنز نهار كسب المباراة ولها أيضا مكاسب عديدة جدا على مدار هذا الموسم وربما يبني عليها للموسم الكامل بص كريم أنا أختلف بس مع أبو عالي في حاجة مش مش شايف قوي أن النادي الأهل أنا بالمناسبة كنت في الملعب النهار مش شايف قوي أن المباراة أظهرت زي ما أبو عالي بيقول أن الأهل عنده نواقص لعيبة النادي الأهل كريم استنزفه لا مش نواقص أنا مقولش نواقص أنا قلت الأهل عندك تدعمات ما ستبع بنفس مستوى العناصر الناسية بس أنا شايف برضو أن السبب الرئيسي أن تتكلم أن النادي الأهل اللعيبة استنزفه كريم تتكلم أن النادي الأهل تخطح حوالي 60-70 مباراة أعتقد الموسم ده لو حسبناها هتلاقي النادي الأهل دخل في حوالي 60 مباراة فأنت بتتكلم الراجل برضو لو النهاردة حملت حد حمل كولر لأنت برضو مصر أن تتلعب بنفس اللعيبة الشناوي موجود ياسر وعبد المنعم يعني فيه لعيبة برضو رغم أننا تفهم معك في جزء منها بس ليه وجهة نظر تانية أنت لما حطيت لعيبة شباب كتير أو لعيبة مش أسئين كتير مع نهاية الموسم الماضي لو تفتكر في كم لعيب كده تحرقوا في النص تاهوا مننا أنت مش عايز حاجة كريمة الشرقية وزياد طارق عشان هما مش وسط لعيبة خبرات فلما بلعوهم مع بعض ممكن يحصل المشكلة أكبر فهو ممكن يكون بيفكر الهواري على فكرة ما اختلفش معه هو أكد كلام اللي أنا بتكلم فيه من الأهلي بيستنفذ لأنه بيلعفوا بطولات كتيرة فاللعيبة الأساسية بتستنفذ أنت لو عندك اللعيبة الاحتياطي أو البودلة بنفس كفاءة يعني أنت مثلا ما تجد تطرق برستاو وحسين الشحات في حتة وتلاقي مثلا اللونجات اللي بعديهم بعيد عنهم شوي لما تجي تتكلم على محمد هاني وخالد عبد الفتاح هتلاقي هاني في حتة وخالد بعيد شوي لما دي كلم على محمد عبد منعم أو مثلا ما فيش فريق أبو علي الكل اللعيبة في نفس المركز في نفس المستوى لا ما أنا أقول لك أنت محتاج بقى عالم علول آه هتلاقيه معدي بليفل كبير جدا هتلاقي اللي بعده ورايب بص انت عشان بتلعب وكنادي أهلي ممكن تاخدش بالك منها في الزمالك عشان الأهلي بياخد بطولات كتير أو بيشارك في بطولات كتير ما لقى علاقة بالبطولات يلا إيه علاقة بأننا فريق طبيعي أننا سكوادي عندي كلاس إيه كلاس بي كلاس سي كل فرق العالم كده أنا عارف بس إنت محتاج بقى الجدر اللي أنت بتصنفه أقوى فريق في العالم عايز تقنعني أن مثلا هالند البديل بتاعه رقم 2 ورقم 3 في نفس مستوى هالند مستحيل أنه في نفس مستوى هالند طبعا يبقى إحنا متفكين أنا عايز أخش على الأخبار بسرعة أنا شايف كواليس حلوة أول يا الله إن شاء الله أستاذ محمد أبو علي أول حاجة موقف الشناوي من الرحيلة وبقضية الحاجات العناوين اللي كتبها أبو علي والعناوين اللي كتبها أبو علي زي ما حالكم معتدين يعني أنا مش بقرأ من الوراء أنا بقرأ عنوينهم هم الشناوي موقفه ايه بص يا كريم لحد وأنا قعد معك دلوقتي وبنتكلم مجاش للأهلي أي عرض رسمي بخصوص محمد الشناوي الكلام كله اتصالات بالشناوي نفسه وكلام الشناوي مع إدارة النادي الأهلي لكن لحد وأنا بتكلم دلوقتي الشناوي مكمل في النادي الأهلي ما فيش أي حاجة رسمية جات من النصر أو من أي نادي تاني بتطلب ضم محمد الشناوي لما بتكلم مع المسؤولين في النادي الأهلي موقف الشناوي قال لي ما فيش أي جديد لعب مكمل معنا وموجود وما فيش أي حاجة جات لنا نتكلم فيها وحتى نتفاوض فيها نطلب مثلا فلوس نتناقش مع الراجل طب الشناوي لو مشي بعرض رسمي عالي لطفي كامل ولا يمشي برضو؟ هو أنا اتكلمت يمكن بعد مباراة الحرس وعرفت أن علي كان خلاص قريب جدا من زد وكان هو وشادي رايحين خلاص وتعامل هولد على صفقة علي وتقلق حسب اللي عرفت أنا مرسيل كولر متمسك باستمرار علي ومصطفى في الفريق سواء الشناوي مشي أو قعد وإن كان القارب أن الشناوي مكمل وموجود مع الفرقة الموسم اللي جاي فعلي لطفي بنسبة كبيرة ممكن يكون موضوع زد يعني اتعامل عليه هولد شواء لحد ما كولر يفصل فيه بشكل أساسي هاي أحمد سيد زيزو مكمل مع الزمالك ولا ماشي؟ ماشي نبدأ بقصة زيزو العروض كنت قلت لك يا كريم أن الزمالك متمسك باستمرار زيزو وزيزو مكمل مع الزمالك ولكن مؤخرا بدأ شوية رأي جوا نادي الزمالك يقولك أن احنا عندنا أزمة ملاية طاحنة ممكن نلجأ أن احنا نبيع زيزو عشان نقدر نحل الأزمة اللي عندنا بدأ الزمالك شوية اتجاه كبير جدا أو جزء كبير جدا من المسؤولين جوا نادي الزمالك منفتحين لفكرة أنه نطلع زيزو خاصة أن زيزو بتلقع عروض مغرية هكلمك عن قصة العروض أحمد سيد زيزو يمتلك عدة عروض من الدور التركي منهم نادي في وفده وده كلام بيتقال له أول مرة منه وفد متواجد من نادي قدنص بورت تركي في مصر وقعدوا هنا في مصر ده نادي من الاربع أو خمس أندية بتاع الفنشو الدور التركي ده دول الورد بتاعهم موجود في مصر لا كان موجود في مصر تواجد في مصر وحاولوا أن هم يقابلوا حد من نادي زمالك أو ضرورة نادي زمالك لكن نادي زمالك ما قاعدش أصلا في ظل أن هو مش مرحب أو كان مش مرحب بخروج زيزو لكن الأمور بدأت تختلف شوية القصة تتحسم إمتى تتحسم بعد عودة الزمالك من البطولة العربية هيبدأ الكلام العروض توصل ويبقى فيه كلام من قبل زيزو مع الزمالك والزمالك يحسم قصة زيزو بشكل رسمي خلال الساعة اللي فاتت خرج خبر عن عرض من نادي إيفرتون الإنجليزي لضم أحمد سيد زيزو مقابل 7 مليون يورو أحمد سيد زيزو فيه عرض من نادي إيفرتون كلام من نادي إيفرتون فيه؟ فيه مفيش عرض جيم لنات زيزو مالك ولكن فيه اتصالات حصلت مع أحمد سيد زيزو وممثلي أحمد سيد زيزو نادي إيفرتون اتكلم على الاتحاد الإنجليزي يا كريم في قصة تصريح العمل لانت عارف اللي بيروح الدور الإنجليزي لايزن بياخد تصريح عمل من الاتحاد الإنجليزي وكمان قصة اللعبة مع المنتخب الوطني لازم بيواصل لنسبة مشاركات معنا أحمد سيد زيزو بالمناسبة هو واصل للنسبة دي فالنادي إيفرتون بيتحرك في أنه هو يحسم الموضوع مع الاتحاد الإنجليزي يأمن موقف اللعب وانضمام اللعب وبعد كده هيبدأ يتكلم مع الزمالك هل العرض يوصل لسبع مليون والأرقام دي؟ لحد دلوقتي ما فيش أرقام لكن فيه كلام من إيفرتون أو فيه كلام مع اللاعب ومع ممثلين اللاعب الأمور هتتحسم بعد عودة الزمالك من البطولة العربية وزي ما قلت لك كان فيه أدنسبور وعروض أخرى تركية وبالمناسبة فيه أكتر من عرض خليجي من أندية كبيرة في الخليج عظيم جدا فيه سؤال بتردده جمعيني للنادي الأهلي هتقلق شوية طبعا هممكن نادي الأهلي يحصل معاه زي ما حصل في يناير وما يلحاش يشتري مهاجم؟ هو بعد ما تعمل هولد على صفقة سوزي وتقال إن المدرب أو المدرب بتاعه فيه النادي بتاعه هونداي فيه كوريا رفض إن هو يبيعه بالرغم إن هو تعاقد مع مهاجم كوريا وصعاد واحد اللعيد من الدرجة الثانية للفريق جابه فالبعض قال إن خلاص الصفقة بتخلص لكن الصفقة وقفت وقفت ممكن عشان النادي كوريا متبسك باللاعب ممكن عشان الصخب يعني حصل مع الإعلان عن اسم اللاعب وما قيل إن اللاعب إمكانياته أو أرقامه ضعيفة أو الكلام ده لكن اللي عارفه دلوقتي إن مرسيل كولر شغال على أكتر من سي فيه لمهاجمين تم عرضهم عليه من إدارة السكاوتنج في النادي الأهلي الكابتن هاني رامزي وإدارة التعاقدات الكابتن أمير توفيق والراجل قاعد دلوقتي بيدرس السير الزتادي وهيبتدي النادي الأهلي يتفاوض مع مهاجمين من أول وجديد ففكرة إن الأهلي ما يجيبش مهاجم دي مستبعدة لإن مرسيل كولر كان فيه اجتماع قريب حسن معرفته في الشيخ زايد مع الكابتن بتهالي وشركة الكرة وراجل أكد على ضرورة التعاقد مع مهاجم خاصة في ظل الارتباطات القوية جدا الأهلي مقبل عليها سواء السوبر المصري أو السوبر الأفريقي أو دور السوبر الأفريكي أو كاس العالم الأندية فأكد على ضرورة التعاقد مع مهاجم وهو بنفسه اللي شغال على فكرة التعاقد مع المهاجم ده يعني هو بنفسه اللي بيتفرج وهو بنفسه مع جهازه المعاوني اللي بيحدد اللعيبة اللي هو محتاجها أو تناسب طريقة لعبه أو اللي بتمثله نقص في الهجوم بتاعه في وجود شريف وكهرباء مع إعادة صلاح محسن فالراجل شغال على دراسة أكتر من سيرة ذاتية الأكتر من اللعب ومعروض عليه لعيبة كتيرة ومفروض هيبلغ إدارة التعاقدات به اللعب اللي هيجيبه وزي ما أترك في الحال الفاته يمكن الموضوع مش يبقى قصر على مهاجم بس لا فيه جناح كمان بعد يعني شوفنا القندوس يمكن آخر ثلاث ماتشاط يعني مالوش دور مع الفرقة وراجل أكد أن أنا عايز اللعيب الأجنبي يبقى فارق بمراحل عن اللعيب المصري اللي في نفس مركزه لا يبالك القندوس عشان برضو اللعيب كبير لا وجايب اختير كولر يعني كولر كان موافع ديها هو بالزرط كولر اللي موافع ديها هو الراجل مش من اللعيب اللي جاءت أقولي الموسم اللي ما شافهاش بالزرط شايف مع استخدام إمام عشور ووجود أفشة في المركز إذا سعد بيدروا ماتشاط وأفشة من الناس المجيدة مؤخرة مع الأهل بيقدم مرضوط كويس في وجود مروان في وجود يانج في وجود أو عودة كريم ندفد مع وجود كوكا اللعيبة اللي موجودة في نص الملعب دلوقتي ممكن يستغني عن أحمد القندوسي خاصة أنه بقى يلعب بتلاتة في نص الملعب اليوم أدوار معينة كده ويعود ده بجناح أجنبي ومن هنا جي الكلام بقى مع ريدا سليم لعب الجيش الملكي المغربي والتفاوض معاه والأهل قدم عرض قريدي رسمي للنادي الجيش المغربي واللاعب عنده رغبة أو قدم رغبة لمسؤول الجيش أنه قاعد يلعب في النادي الأهل ومفاوضات ماشية بيمكن فرص انضمام اللاعب للنادي الأهل أكتر من عدم انضمام بالنسبة مثلا ستين أو سبعين في المئة عظيم جدا حوالي أشرف من شرق كان الموضوع سكت عليه شويتين وخلاص أشرف من شرق مش يجي مصر مش يجي الزمالك مش يجي الأهل مش يجي بيرامدز وهيروح الإمارات أو هيروح السعودية وفجأة العالم كله مفتح على أشرف من شرق مرة أخرى وأشرف من شرق جاء الأهل وجاي بيرامدز وجاي الزمالك برضو ولجعنا تاني النفس القص أشرف من شرق هيروح بين في الآخر طيب لو تفتكر احنا كنا حلقة يوم الحلقة اللي كانت قبل الوقفة بيوم تقريبا اتكلمنا في موضوع أشرف من شرق وقلت لك كان معنا زمالنا محمد جمال وقلت لك إن النادي الأهلي من ضمن الأندية اللي مهتمة بموضوع أشرف من شرق وخلال الأيام اللي فاتت شفنا الكل قال لك أشرف من شرق ومفاوضات وحصل واللعب هيجي مصر أو شوكيك ورشيد هيجي مصر في منافسة مصرية كريم رباعية على أشرف بن شرق رباعية رباعية أنا بتكلم عن رباعي المربع الزهبي اللي أربع عندها بتحركه أهلي زمالك وفيوتشر وبرامج لكن فيوتشر خرج من الحسابات خالص لأن اللعب تحفظ على الموضوع تماما اللي هو اللعب دلوقتي يا كريم بيفكر موضوع من نحيطين ماديا وعايز يلعب دور أبطال أفرق فأنا كلمت ديركت مع حد من ممثلين اللعب وهذا اللي تقالي موضوع مادي والموضوع دور أبطال أفرق فعلت الكامل علي وبرمج بالضبط ولكن البعض المقربين من بن شرقي بيقولوله الأفضل بالنسبة لك أن انت عايز تستعيد مرة أخرى ومشاركتك وتقلقك وانت كده كده رصيدك كبير مع الزمالك فبيحاولوا أن هم يقربوا القصة مع الزمالك لكن اللعب وممثلين ومتحفزين في قصة الزمالك زي ما قلت لك عارفين أن الزمالك يعني من أزمة مادية كبيرة جداً الزمالك بيحاول أن هو يشتغل على دمع اللعب يأمن اللعب أو يحاول يقنع اللعب أن هو مادياً هتأخذ فلوسك الأمور هتبقى مستقرة هندك مقدم عقد كبير لكن الخلاف دلوقتي مع كل الأندية مش بتكلم على الزمالك بس هي فكرة راتب اللعب اللعب رافض أنه يقلل الراتب اللي بيأخده وكان بيأخذ هناك حوالي 2.2 يورو فأنت بتكلم رقم كبير جداً يا كريم ما فيش نادي في مصر يقدر يتفعه ولا حتى براميز براميز مش هيجيب أسرب بنشرق ويتفع له 2 مليون يورو مع فارق العملة الموضوع كبير جداً فحتى الآن اللعب لم يحسن وجيته سواء مصر سواء الخليد لعب عنده عروض خليجية آه عنده أكتر من عرض طيب لو قلت لك ما بين الأندية المصرية اللي أنت قلتها دي كلها لو في حد قريب منه عشر بنشرق عن التاني مين أقرب واحد؟ أقرب نادي أرتبهم لك براميز أهلي زمالك براميز أهلي زمالك حلوة ترتيبة ديت عشان ترتيبة مهمة ومهمة يا جد أستاذ أبو علي أنا عندي بس تعقيبة على قصة عشر بنشرق براميز ما تكلمش مع عشر بنشرق وأنا ممكن كلمت الكابتن هاني سعيد أو يعني حاصل كلام كابتن هاني خرج في تصراحات قبل الهوى قبل أن ندخل على هوا في الإعلام وقال لك إحنا ما تكلمناش برضو كابتن هاني كان خرج وقال ما تكلمناش مع إمام رغم أنهم متكلموا مع إمام وقدموا عرض الإمام وهم قالوا أنهم متكلموا مش مع رضا سليم وأنا متأكد وما تكلمناش مع رمضان صبح أنا شفت حاجة تثبت بالنسبة للأهل اللي عرفوا أن الأهل مركز يمكن مع رضا سليم أكتر من أشرب بنشرق بسبب زي ما هواري تكلم اللعب طلباته المالية كبيرة جدا والناس شايف في الأهل أن أنا لو عملت كده أو استخدمت لعب بالمبلغ ده هيبقى فيه مشاكل جوهة قط الليبس يمكن مبدأ أو يعني كابتن خضيف كان من البداية لما طرع عليه لعبة كبيرة أو لعبة بمرتبات عالية كان رافض القصة دي عشان ما يحصلش شق صف ما يحصلش مشاكل جوهة قط الليبس ويمكن كان ناس كتيرة حتى اتكلمت في النقطة دي وهجمته وإزاي ونجيب لعبة كبيرة وفي الآخر كان الرجل هو الصح والناس كلها باكده اعتذرت على موقفه فهما سبتين على نفس المبدأ ما يفعش أجيب لعبة دي له 3 مليون أو حتى 2 مليون ونص وأنا عندي العجزة عالي معلول أحمل كل الأرقام اللي حد يتخيل البطولات الشناوي حسين لعبة كبيرة يتأخذ مبالغ مش بنفس البرستاه ونفس الكلام وأنا في طريق أن أنا جدد له أو أتفاوض معاه ما يفعش أجيب لعبة دي له 2 مليون ونص هيتطلب هو نفس المبلغ طيب الأمور تقفلت خلاص ما بين فيوتشر والأهل أو ما بين اللاعب والأهل أو لسه مستمرة ريدا بوبو من اللعبة اللي كانت متفقة مع الأهل على كل حاجة وموضوع كان خالصاهم من السنة اللي فاتت كان الأهل عنده طلب أو عنده رغبة أن يضم ريدا بوبو وعمر كاميرا عبدالواحد لكن الكاتب العلماء كان ليه وجهة نظر أن اللعب يكمل معاه واتنين اللعب يكملهم عشان يكون فضر وكان عندهم طموح أن هم يحققوا لقب بعد بطولة كاس الرابطة وتأجل الموضوع للموسم ده كانت الأمور ماشية بشكل كويس اللعب حتى كان جنش بيحاول إقنعه أن يروح الزمالك وسعد سمير بيحاول إقنعه أن يروح الأهل وكان دائما كده فيه شد وجذب في معسكر فيوتشر بسبب أن كل واحد عايز يود اللعب الندي أو اللي بينتمي ليه فكان استقر اللعب على النادي الأهلي وكان كل حاجة المفروض خلصانة وحتى لما طلع في وقت أن الأهلي تراجع شوية الكابتن أمير كلم اللعب مدير التعقدات في النادي الأهلي كلم اللعب وقال له لا إحنا لسه في الصورة ومتمسكين بيك لكن فوجئ النادي الأهلي بمغالاة فيوتشر المالية خاصة أن بيرامدز مقدم عرض قوي جدا أو مبلغ يقال أنه وصل حوالي 50 أو 60 مليون فهنا الموضوع بقى صعب فابتدى الأهلي يفهم اللعب أن الموضوع بالنسبة لنا ماليا صعب واللعب متمسك بين النادي الأهلي لكن اللي معروض عليه من بيرامدز لدرجة أن أقولت لك في الحالة فأدت أن أقول له أن يدفع لك 60% من قيمة عقدك كاش وإنت بتمتي فذلك مبلغ برضو مش قليل فإلا هيحصل معلومة اللي عندي أن فيوتشر هيعمله مؤتمر صحفي المفروض الفترة الجاي وكلموا بقى في كواليس يبطى أمزاري سأل المبارح أن هما يعودوا في مؤتمر صحفي حتى كل الكلام ده أو يعني عرفت أن هما هطلعوا وحتى هما محددين بتهقلي كان بيرامس طالب كمان أحمد عاطف ومهند لاشين وكان محمود مرعي وعمر كمال حددوا الأربعة بـ 200 مليون باكتش كده قالوا لهم لو عايزين تاخدوا الأربعة عملوا لهم تسعير يعني لو عايزين تضموهم لكن هما معلومات إن فيوتر متمسك بمهند واللعبة الثانية ممكن لو حد فيهم عايز يمشي ممكن يمشي طيب فتوح فتوح كلام كتير فتوح عن النادي الأهلي كمان هو عنده حاجة هجيلة كتير هكلمك بس على بوبو يعني قبل فتوح فتوح هيروح الأهلي فتوح مش عايز يجدد عشان يروح الأهلي السنة الجاية فتوح عايز يحترف فتوح مش راضي يمزل أنا أكلمك عن قصة بوبو بالأرقام العروضة اللي جاءت لنادي فيوتشر في البداية نادي فيوتشر منفتح يعني من بداية المركات وأنه هو يبيع محمد ريدا بوبو وطلب 40 مليون وبالفعل وصل له عرضين من نادي الأهلي ومن نادي برامد بال40 مليون لكن نادي برامد رفع عرضه 45 مليون أنا أكلمك أرقامة كريم من أهم مصادر التفاقود 40 مليون و45 مليون بعد ما أصل لعرضين مش هتكلم عن عرض الزمالك لأنه كان أقل منهم مدين بفرق كبير جدا بنتكلم في حوالي 25 مليون بعد ما أصل العرضين لنادي فيوتشر نادي فيوتشر رفع السقف لـ 2 مليون دولار طبعا أنت بتتكلم بالمصري رقم كبير جدا 60 مليون جنيه ده اللي خلى لأنديها شوية تقدم ده ناسمي 60 آه يعني ده اللي خلى لأنديها شوية ما أقدمش 40 دي خالص تقدم مستحيل الآن يجيب لعيب يدفع 40 مليون دي أنا متأكد من أنه عارف القصة وقفت عند الأهلي في مبلغ إيه بالزبط وإن أنا أتواصل مع الناس قريبا من اللاعب ماشي أنا أتكلم معهم بصيفة يومية عن قصة بوبو النادي الأهلي هو اللي قوي موقف الأهلي ما يعلم من النادي الأهلي بيبقى هو اللي النادي الأهلي عايز يعلنه مش هو ده اللي عرورق مش هو ده اللي حالي أنا بقول لك أنا أنا بقول لك أتفاض طب كم أنا بقول لك ممكن أقول حاجة في الكسة دي إحنا كلنا الصحفيين تفاهمين الكسة هو أحيانا أنت بتبقى أخد المعلومة من مصدر قوي جدا بس هو بيديك المعلومة اللي هو عايز يطلعها يوصلها بصد عنده تفاصيل في الغرف المغلقة هو عايز يحلها فأنت معلومتك صحيحة هو هو معلومتك صحيحة أنت معلومتك واخدها من مصدر قوي هو معلومة واخدها من مصدر قوي التفاصيل بقى اللي في النص دي بيبقى هما اللي معاهم أستهى برضو أبو علي قال النادي الأهلي مش هيجيب لعيب 40 مليون جنيه والأهلي جاب إمامه عشور بكيه لا ده أمام ده لا ما انت برضو مجرد لعيب أيوة مجردنا بقى دلوقتي بتاع تقول أهلي زراقة أمام مش مجرد لعيب 40 مليون ده مش رقم في سول المتقالات دلوقتي خد بالك دي حاجة من الحاجات اللي بيستهينت لها فيوتشر في كلامه فيوتشر في كلامه أورده على الأهلي طب ما الأهلي جاب إمام بمبلغ أو يعني زي بيقوله مثلا مش عارف مية مليون أو الكلام ده طب وهل إمام بوبو قال يعني دي بيستن لا وهم وخد بالك أنا كم معي كانت أفزار يسقم بالح وهو الراجل نفسه بيقولك أنه أنا بيجينا يعني بيجينا عروض من الخليج وعروض من أوروبا لبعض اللاعبين فهما بقوا معظم الأنداء في مصر الآن تحسب لعبتها بإيه بالدولار صح يقولك والله أنا لو بعتهم مليون دولار فهيجيب لي تلاتين أول مليون جنيه فبيعوا هنا في مصر زي بار فهما بقوا يحسبوها كده صح بيحسبوها معلومات في قصة بوبو أو اللعبة دي كلها يعني يمكن كنت أفزار حبيبي وراجل قمفة اللي احترامه نجم من نجوم الكرة المصرية ومدير ياضف بس هو بعيد عن القصة دي القصة كلها مع النايب أحمد دياب هو اللي بيعني مفهوم مفهوم هو الراجل نفس مبارح قال إنه الإدارة هي اللي بتشتعلها بقصة دي بس أكيد برضو عنده معلوات يعني راجل ما بقى شوستيوه ومشاه يعني عاصدي بالنسبة أنا فاكر لو تكلم في موضوع لا هو بتكلم هو دايما بيقول لبقى ره نروح لفتوح سريعا طيب أحمد فتوح عدوة كريم بينتهي بنهاية الموسم الجاي وفي يناير يمضي لأي فريق هل أحمد فتوح هيجدد ولا أحمد فتوح خليني أقول لك كده سريعا أنا كنت قلت لك في بداية مفاوضات إمام أبو علي ممكن يدائم من كده كنت قلت لك إن الأهل يتوصل لاتفاق مع إمام عشور أحمد فتوح كل الاحتمالات وردة يعني اللاعب ليه مستحقات كبيرة جدا متأخرة في الزمالك حتى لأنهم يحصل عليها خلينا أقول لك في موضوع المستحقات ده آه إدارة نات زمالك أو كل المنتمين لنات زمالك وجوه النات دلوقتي بقول لك إحنا اللعيب أوصله لـ 50% و60% لعيبة الزمالك ما وصلهوش لـ 30% و40% من عقده طيب أنا فوقها فتوح ممكن يروح لأهلي ورد ورد في مصموضات دلوقتي حسب برضو معلماتي وتعرق فتوح مبلغ كبير جدا يعتبر هو الأكبر في فرد الزمالك دلوقتي أو يعتبر في تاريخ الزمالك وتقل فتوح رسمي كلام ده على مسؤوليت يعني أن أنت هتاخد 100% من عقدك أول سنة كاش يعني تعافي اللعيب ما بيجي يوندي بياخد 25% 30% اتقل فتوح هتاخد 100% من عقدك كاش والسنة الثانية مع بداية الموسم الجديد تاخد 50% من عقد يعني تلوها دلوقتي تقولي فتوح هياخد أكبر عادة في نادي الزمالك ده التفاوض اللي بيحصل معامل أكبر من عادة عزيزو من أحمد حسان ميدو عادة عزيزو آه هيب أكبر بص اللي نعرفه أن فتوح بداية التفاوض كده عشان يقولهم بس نبدأ تفاوض مع بعض ادوني فلوس القديمة ده اللي نعرف صح ده فيه كمان حاجة ده يعني أنا برضو دايما في حاجات كده كريم بمتأكد زي ما انا متأكد ده نحن عاديين مع بعض صح فأنا قرأ بداية التفاوض عشان فتوح يقعد يتفاوض مع الزمالك على التجديد ياخد فلوسه القديمة ده ما حصلش الحد فالزمالك موضوع التجديد مع فتوح حتى الآن في هولد كده عليه أو محلك سير هضيف لك معلومة بقى بمناسبة زيزو وفتوح اللي اتنين وبرضو أنا متأكد من الكلام بتاعي وعارف يعني مصدري اللي اتنين طلبوا من إدارة الزمالك لو عايزيننا نكمل ونبقى موجودين في نات الزمالك لازم يتم تدعيم الفريق السنة الجاية بلعبة قوية جدا عشان اللي حصل الموسم ده ما يتكررش تاني وشكلها مش ماش قدام الجماهيرنا وقدام الناس اللي بتحب نات الزمالك وطلبوا فعلا كده عشان يجددوا عشان يكملوا في نات الزمالك يتم تدعيم الفريق بشكل جاية وبصفقات قوية ده من ضمن الشروب برضي حد عنده أقوال تاني في كسة فتوح عشان روح اللي جاية لا تفاضل باهل المحمدي باهل المحمدي عرفت أنا من مسؤولي الإسماعيل اللي هما منفتحين لفاكرة بيئة باهل المحمدي منفتحين لفاكرة بيئة عبد الرحمن المجدي منفتحين حتى كان معي كمان الأستاذ محمد شيحة لو كان نائب رئيس مجلس زرادة النازل إسماعيل كان عند الساعة بيئة 30 لعب كمان لو كنت لسه موجود ما عنديش مشكلة والحالين عشان يقدروا يجيبوا موارد مالية عندهم استعداد ومنفتحين هل بقى المحمدي فعلا اللي بيتفاوض معنا بص هو عايزة أقولك بس يمكن الجمهور الإسماعيلي كمان في دعم قوي جدا ريحصل لإسماعيل فترة جاية وفي كلام على يعني حسب معرفة إن الكابتن عالبو جريش يبقى موجود على رأس اللجنة تدير نادي الإسماعيلي وبيتم دعمه بشكل قوي جدا من رجال أعمال ومن قبل المسؤولين وهيتم استقدام عدد من اللعيب الكويس لكن الإسماعيلي يبقى عنده أزمة مالية بسبب مستحقات بره وإقافات قيد وحاجات كده فبار محمدي اتعرض على النادي الأهلي من بعض الأقل وبار دلوقتي موجود يمكن في هولندا في أجازة وتعرض على النادي الأهلي ضمه وكان فيه يعني الناس في الإسماعيلي مرحبين بس يعني ياخدوا مبلغ مالي نظير بيع اللعب معنهم شمان يعني يبقى فيه في الأهل موقف الأهل إيه من باهر الأهل عايز سردباك أو عايز حد في المركز ده وراجل طلب يمكن كان طالب أسامة جلال أو محمود مرعي فلحد الوقت مفيش قرار أو معلومة من نادي الأهلي صدر بحق باهر المحمدي أو في مفاوضات معاه لكن هو معروض من بعض الوكلة أو من وكيل اللاعب يعني على النادي الأهلي ومجاش رد من نادي الأهلي لحد الوقت بخصوص ضم باهر المحمدي من عدم طيب النقطة اللي جاية دي بقى هي النقطة التي تشغل بال جماهير نادي الزمالك ماذا عن أزمة إقاف الكويد وهتتحل قد مش مش عايزة تعرف برضو معلوماتي في موضوع باهر وعبد الأهلي فضلا ده الموسم الأخير للأتنين اللي اتنين برا نادي الأسماعيلي تمام باهر وعبد الأحمد في وقل عرضهم على نادي الزمالك ولكن الناديين اللي فاتحين خزائنهم لضم السنائي نادي المصري ونادي البنك الأهلي حصل تواصل من الناديين مع السنائي وكلمهمهم بجدية جدا وخلال سبعين تلاتة كريم اللي اتنين ممكن يكونوا برا نادي الإسماعيلي في نادي من التلاتة أنداء اللي بنتكلم فيهم زمالك بنك أهلي مصري أهلي لا ما اعتقدش ما اعتقدش أزمة إقاف الكويد في نادي الزمالك متى تحل طيب خلينا نقول خبر كده سعيد لجمهور نادي الزمالك هي خلاص الزمالك جمع مبلغ الغرامة وكنت قلتلك هنا مع بعض اتكلمنا في القصة دي وقلتلك أن الزمالك عنده أكتر من مبلغ بالدولار هيجيله من الكاف ومن الفيفا وكده وبالفعل الزمالك قدر يجمع مبلغ الغرامة بنتكلم عن غرامة سبورتينج اللي شبونا وكمان مستحقات أتشنبونج اللي تسببت أيضا في عقوبة أخرى لقاف الكويد فالزمالك خلاص بصدد أنه هو يقفل السطار يا كريم على القصة دي ويسدد الغرامات عشان يفتح الكويد القصة دي هتاخد لها أسبوع لما يفتح الزمالك الكويد بقى مين اللي الزمالك مخلص معاه؟ طيب مين اللي مخلص معاه فيه لعيبة كتير الزمالك دايما كان سياسته يا كريم من سنين أو سياست قدارته أن أنا بتفق مع كل المتاح في السوق وما أعوز أخلص بقى أبدأ أخلص طيب الزمالك بيتحرك في مين؟ أو أهم صفقات الزمالك مؤخراً اللي بدأ يتحرك فيها هو نصر مهر نصر مهر نصر مهر نجم فيوتشر واحد من اللعيبة اللي الزمالك أو الوكالة بتوع نصر فتحوا خطوط تفاوض مع الزمالك واتعرض عليهم وبالمناسبة نصر مهر السنة اللي فاتت كان ماضي للزمالك على عقد انتقال نهائي وعلى عقد أعرى كان ماضي على عقدين سواء ينتقل على سبيل الأعرى أو ينتقل على سبيل البيع النهائي لكن فيوتشر تمسك باللاعب والمفاوضات وقتها ما اكتملتش فالفترة الحالية الزمالك بيكسف المفاوضات لضم ناصر مهر الزمالك برضو بتارجد شوية كريم محمود حمادة مش عادي مش دا ديما ما بحبش أتكلم عن الصفقات إلا خلاص الكل عارف محمود حمادة بنسبة كبيرة هيبقى موجود في الزمالك محمد شحاتة لاعب وسط طلاع الجيش آه مدد تعاقده مع نادي طلاع الجيش ولكن الأمور هتبقى سهلة خاصة أن نادي طلاع الجيش منفتح لبيع اللعب وما بيقفش قدام مستقبل اللعبي الشباب الصفقات دا الأفارقة لسه كل اللي بنتكلم فيه دا مجرد ترشحات زي أيوب عبد اللهو اللعب الجزائر والمدافع الجزائري دا الزمالك كان فتح معه مفاوضات ولكن اللعب كان الزمالك متفق معه أنه هيخلص نفسه بنفسه من نادي ويجي فري بمجرد ما الكلام طلع نادي تمسك بوقاء اللعب ودى له مستحقته المتأخرة فالأمور وقفت فالزمالك بدأ يرجع تاني لنقطة الصفر في التفاوض مع اللعبين الأجانب فزي ما قلت لك الزمالك محمود حمادة محمد شحات وناصر مهل دي الصفقات اللي زمالك بتحرك فيها قوي الأجانب لسه لأنه برضو فيه لعيبة الزمالك اتفق معها فالأمور بازت فرجع تاني لنقطة الصفر كندوسي مكمل مع الأهلي ولا ماشي نعم بالنسبة كبيرة ماشي وعنده عرضين يمكن من الجزائر والحد الوقت بس ما استقروش هل يطلع عارة ولا بيع نهاية لكن كندوسي بالنسبة كبيرة جدا ماشي كريم نيد دي داجع الأهلي ولا هيرجع فيه هو الحد دلوقتي موجود أو رجع خلاص للنادي الأهلي هيكمل بقى مع الأهلي مرسل كل لسه ما بدتش فيه موقف اللي بدت فيه وقعد معاه واتكلم معاه كان صلاح محسن وبالمناسبة مرسل كله قعد مع أمام عشور برضو واتكلم معاه وبالمناسبة برضو أمام عشور النهاردة كان بدأ يمكن هو كان جيب عدماتش حرس حدوية يعمل تأهيل في النادي الأهلي ونهاردة اتمرم مع اللعبة المستبعدة في ملعب مختار التيتش وكان طالب أن يتأهل حاجة اختخصصي مع نفسه والأهلي رفض وماشي برنامج علاجة تحتشاره في الدكتور حمز أبو عبلة فلحد دلوقتي كريم نيدفيد مفيش مكمل أو هيلعب لكن أنا اللي عارفه أنه هيبقى موجود مع الفريق بنسبة كبيرة ومرسيل كلها للي هيحسم الأمر ده زيه زي صلاح محس عظيم اتحسن مين اللي هيمشي من الزمالك الموسم اللي جاي؟ الزمالك النهاردة كريم كل تابع أعلن القائمة والفريق سافر ووصل الحمد لله السعودية والقائمة شاهدت خروج بعض اللعيبة بنتكلم عن اللعيبة تأكد أنها ممكن تكون خلاص خارج الزمالك زي شبانة زي سامسون زي عبدالله جمع عارتو عبدالله جمع ولكن قائمة الراحلين ما أغلقتش على كده يعني مش هي دي قائمة الراحلين مع الزمالك عبدالله جمع راح البنك يعني من العروض الأقرب حتى اتفق مع البنك الأهلي بعد عودة الزمالك هلو بيروح السحل كتير بقى يعرف كل ده ما لسه جاي هم السحل والله لسه جاي وكم معايا لك وما انت فكرك عريف كل ده مني كرة مصرية بس هو وده حين فيكم واحد بيقعد في السحل ده والسحل ده فكل واحد يجيب معلومة اوه انا واحد تسعى للتابس احد السحل الشرية اه فنرجع تاني لقصة الراحلين بعد عودة زمالك من البطولة العربية كريم فيه لعيبة كتير هيطلبوا البحث او البتة فيه العروض المقدمة ليهم عشان يبدأوا يخرجوا لان فيه لعيبة كتير جوة زمالك عندها عروض وعايزين خلاص مقررين بشكل كبير جدا ان هم يرحلون فيه ناس زمالي في الكنترول بقى ليس رجعين مساحل كلهم فقالوا لي خبر دلوقتي لطيفة اعتقد عرفت ابو عالي قبل ما تخش يعني بس مارس الكولر بعد المباراة بعد ما خلصت المباراة اصر ان هو ياخد اللاعبين ده مش جديد ده في بداية الموسم خاص ان هو مارس الكولر خد لعيب النادي الاهلي بعد المباراة على طول وراح على ملعب التيتش عشان يلقي محاضرة هناك لللاعبين بعد المباراة بعد الهزيمة اليوم امام بيرابيتز مباشرة محادش روح على بيته يعني هقول لك حاجة الراجل اول ما جيه وقعد عمل جلسة مع اللعيبة كده انتهى مفترة كبيرة اول مع زميل احمد خيري في برنامجو في مصبورت فقال لهم نصا كده هنلعب وهنكسب مطشاطنا وكل حاجة زي الفول اتغلبنا اتعادلنا مش هنروح بيوتنا هنيجي على ملعب مختار التيتش وحصلت من فترة كان الفريق مش فاكر كانت عادل مع مين وراح على مختار التيتش والنهاردة نفس الكلام خدهم من التجمع على الجزيرة الغريب بقى كريم وللحد دلوقتي مش مستوعبه الراجل بيروح مختار التيتش اللعبة بتنزل من الباص بيغض شناطه ويمشو بعد ما بيصاله بعد ما بيصاله بيغض شناطه ويمشو والتمرين تاني يومي يبقى تمانين الصفر لا بكرة راحة الزريق راحة لو بس انا بينكم سيكا بقدرك الهو انا اترخم عليك انت مش هتراوح البيت على طول انت عندك ساعة ولا ساعتين هيديوه من حياتك مرسل كولار هادي جدا بتعامل مع العبية نفسيا كويس قوي ليه فلسفت وكده وليه فكر انت عارف السويسرين بيقوا دايما رايقين فالعقاب سهل يعني فبيعمل معهم حاجة اللعبة نفسها بتستغرق هو بينسلهم الباص فعلا بيغضوا الشناط والعربات بتبقى في الجراش بتاع النادي وساعات بيبقوا الناس الشغالين في النادي بياخدوا العربات وقدوا الاستاد فرجوا اتاني بالعربات بتاعت اللعيف على التيتش وخدوا العربات وروحوا الجديد فهو دماغ ابو علي شرفت ونوارتك انا بشكرا انا عايز بس يعني بشوره برضو عشان الناس خبر كده السريع انا عارف الوقت كهرابا ممكن خلاص خلص كل حاجة بخصوص فلوسه وفي خلال اليومين الجيين دول هيحول خلاص الفلوس يمكن كفضل له حاجة هيعمل بها اعلان احد رجال الاعمال يعني وخلاص كده الفلوس تعتبر كملت والمفروض يسدد في خلال اليومين الجيين دول ودي ممكن هتعمل بقى يعني انفراجة في قزم الكهرابا ده كان ختاب حليتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على الفخير